قاعدنا سنتين في الفيديوهات ثم اكتشفنا انها الفيديوهات نموذج عامل جيد بس ما هو يحل مشكلة المشكلة الأساسية في التاليين فش سوينا وقتها؟ 2016 قاعدنا مع 2000 طالب سواء جلسات مباشرة أو مجموعات تعلم معهم أو حتى عن طريق استبارات يعني 2000 طالب وما زرت نتاج عندنا حق الدراثة سألناه سؤال واحد مش أكبر مشكلة عندك لما تجد الذاكر؟ طبعا صراحة أوقعنا حنا قلنا نقول أكيد بيقولون أنه يا أخي أنا ما ألقى مدرس يشرحني أنا ما ألقى محتوى أنا ما ألقى إلى آخره طالع الإجابة واختلفة تماما أهلا هذا فنجان من إذاعة الثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح في هذه الحلقة في موضوع يشغلني دائما يعني أنا اليوم صحيحني أأسست شركة الثمانية وأدري حقيقة أنه في لحظات كثيرة في تأسيس الشركات وفي تجارب اللي يتخلي الواحد يتردد تجي لحظات يحس أنه جالس يسوي شي خطأ تجي لحظات يتوقع أن الإجاز يسوي كله خطأ ويمكن أصلا كل المؤشرات يعني الفلوس والمؤشرات اللي تقول لك أو الظروف اللي جالس تصير مع تأسيسك للشركة والمشروع حقك تخليك تقول أنه لي جالس سوي هنا ممصح ويمكن توقف وحيانا توقف وكثير من مرات تفشل فتجارب الفشل هذه فيها كثير من الفائدة وناس كثير تقول أنه الفشل يعلم أكثر من النجاح وهو صحيح فكيف نقدر نحكي عن تجربة فشل اليوم هذه الحلقة فيها هذه تجارب مع الدكتور عبد العزيز السعيد الحديث عن تجربتهم في إنشاء وتأسيس شركة نون التعليمية اليوم الشركة الموجودة في السعودية وفي مصر والعراق وباكستان والهند التجارب لم تكن سهلة بدأوا في 2013 بدأت لحظات بتتوقف الشركة في أكثر من مرة أكثر من خمس سنوات بلا ضوء في طريق كله مظلم فكيف صبره وكيف التجارب هذه وش تعلمه منها هذه الحلقة مهمة حقيقة في التعليم برضو لماذا التعليم وفي تعلم من التجارب فحلقة مهمة وماتعة قبل أن أبدأ هذه الحلقة أضطلب أن تشارك الحلقة مع أي أحد تعتقد أنها بتهمة مثل هذه الحلقة كذلك إذا في أسماء تودون أن تسمعونا على بودكاست فنجان شاركوني على بريد البرنامج فنجان الثمانية ديت كوم عملان لين أبدأ أهلا وسهلا الله حيك أهلا وسهلا الله خططفناك في هذا بسي موديكم لأن تنسى أو التعلم الاجتماعي أو أي يعني طبعا أكبر مثال حالي أني منصات تواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ومثل الإستجرام وغيرها فكان السؤال التالي طيب وين نلقاهم بولي وكذا بحثنا حاولنا نوظف ونستقبل السعودية ما وجدنا ولا أنا وشريكي ما عندنا خبرة صراحة بالأشياء هذه وهذا جزء من الرحلة حقتي يعني وواتساب وسناب شات وغيرها من المنصات هذه الحمد لله استقبلنا منها يعني وخلاص صار فريق التصميم التجربة المستخدم والفريق اللي يبحث سلوكيات الطلاب كيف تحفزه ويتعلم من شخص ثاني كيف تحفز الطالب يعلم طالب ثاني كيف تحفز الطالب أنه يتحفز يتعلم أصلا وكذا وهذه يعني صرنا نستقبله كبا أثناء وصار هناك مركز الفريق أو بحث التطوير فيما يخص المنتج والتصميم صار يعني جزء من عمل هناك جزء من عمل هناك بس ما فكرتوا في سالفة أنه أنتو تبقون في الرياض وهذا يتم عن بعد والعمل عن بعد في البداية كان كذا صراحة وجربناه فترة بس بالنهاية لما يكون أنت تحل مشكلة فيها أو تعمل شيء في حل مشاكل أهلا وسهلا شو ما بيقول لكم الأشياء لأنت تسقدونها في لندن بيقول لكم تحل من هذه المشكلة حسيتني وقت أشري هناك دعا وقت أشري في شبيسي تراحي لا لا بصدق قهوة ذي بيقول لك تشير الشاهد طيب هات هات القهوة منتظ بتجاري القهوة هذه عندكم خطوة جمل في لا والله جمل بعد في لندن ما تجي بها ما شاء الله صراحة من الأشياء المميزة أني شفت تحول سريع فيها صراحة للرياض أماكن القهوة والأكل صراحة بالرياض مو بس عن برة سعودية حتى مقارنة بالمدن الثانية حتى مقارنة هي زي الدمامة والخبرة وجدة الرياض صراحة سبقت ايه لا ايه وخصوصا انه في الرياض ما عندنا ولا شيء سواء القهوة فلو تلقى فينا طيب جد والله بديه مجاملة ايه بنتروح عند لندن ولا بأي مكان فقه ساعة 6-5 العصر انتهت القهوة يعني صح ولا ولا ناس لا اخذي لسا عن هذا بجر والله صادق والله لا يا اخي وتذوق يعني نكتدلس اشرب قهوة ربع ساعة يا اخي ترا ما ادري ما احس كلمكان الناس يعني مثلا خاصة في المدن الكبيرة الناس دائما الحياة سريعة الناس تركض وتتحضر الاجتماعات وتروح سافت اني بنتظر احد يسوي لي كمك ساعة ربع ساعة وهو اشرب ونص ساعة ما ترا قليلة يعني ايه فتلقاه في الارياف عند كبار السن موجودين الوقت عندهم ما شاء الله تبارك الله كذا المدن السريع اللي فيها حياة سريعة ترا يعني كتسأل أصحاب المقاهي هناك يعني كتسأل واحد في سنتر لندن يعني كتقول يعني انت في المينيو موجود كمكس والفيسكس والاشياء هذي وارك شلتوها كان ما احد يشتريها كت معقولة مع النسعرها مشابه لل كان ما احد اول شي مكلفة ان يجيب احد يقدي يصليحها هذا مكلف يعني ينتظرون الناس والناس سرع اصلا كنا يبغى شي بسرعة ايه اعطني كهوت اليوم ايه خلا مشي اجي احزليها انا طب الرياض كويسة ايه الرياض كويسة طيب يا جلود دي خلي نكعد في الرياض يعني كبشو احنا فتحنا نون واتجاهنا الى لندف مباشرة لكن لان الاشياء تبدأ من الرياض خلنا نبدأ في الرياض وتبقى في الرياض ان شاء الله طيب ان شاء الله نرجعكم ايه نعم بازلني موجودين يمكن ما يجوز لك بس يعني طيب انت كنت دكتور في جامعة ميكسور صحي في علوم الحاسب صحي جدك يعني هل بدأت تأسيس سنون وانت دكتور في الجامعة ولا طلعت عشان تأسس سنون لا ورا بدأت هنا ادرس الدكتوراه يعني قبل ما اصل الدكتور وجزء منها ان افتقت التدريس صراح اثناء البحث يعني وكذا وكان جزء منها يعني ايضا اني كنت ادرس في جامعة جيدة وغالبا يعني الدورة تكفرت المصاريف وكذا فغالبا المحظوظين فقط او اصحاب العائلات المتمكنة مو بس من السعوديين وكل الجنسيات يعني هم اللي يقدرون يدرسون في جامعات كويسة او حتى في تخصصات مميزة يعني تخصص الدرسته بالله تخصص في امن المعلومات وفات تخصص مطلوبه كذا فدائما كان عندي مشكة طيب ليش بس المحظوظين هم اللي تفتح لهم الفرص في التعليم طبعا التعليم هم اكبر مفاتيح يعني الاشياء كثيرا في حياة سواء متقتك نفسك التعلم تقدر تتعلم في انا مكان يوتيوب موجود ما عد فيه يعني اي يعني تحديد على وين تلقى التعلم او المحتوى دائما الموجود انك هل تصل الى اماكن اللي يتم فيها التعليم زي الجامعات بشكل جيد او حتى الان المحتويات اللي موجودة اونلاين الغالية اللي ممكن ما تقدر تتحصلها تشتريها وقس على ذلك يعني فكان دائما مشكلة عندك يعني مشكلة حتى يوم بدأت ادرس وانا هناك عطونا زي المعيدي نكروفون نصح وندرس ومدرس وقد ادرس برضو طلاب هناك ودرسوا برمجة وكذا حسيت اني درست كم سنة ذاك الوقت خمان 18 سنة درست وقعد ادرست 20 طالب باليوم ما عدسوا عندي المشكة جتها الجرثومة في التفكير اني مشكلة هذه كتا حين كارب نفسي وطاحش عارية طاحش عارية طاحش عارية والله شيفت وعنك اخر شي 18 طارب من اليوم وفي مشكلة كبيرة عندي فصارت هاي هادسين هاي دائما مستمر وكان عندي تجربتين قبلها في تأسيس الشركات فكن دائما اقول طيب مش ممكن اسوي عشان اقدر اني اخلي نفسي ما بدرس 20 طالب خلي يدرس اكثر فكان جزء منها من احد اسباب البداينا نوني يعني فيها انه حمد الله اني ادرس 12 مليون طالب ما عدب 20 طالب فبالنسبة لي حققوا جزء من الي يحتاجوا وكان وقت تدريس الدكتوراه ووقت دراسة الدكتوراه هو ووقت بداية المشروع يعني زمي قلتك يعني حفز بمسألة اني كتدرسات قليل وليش ممكن للناس حصلهم فرصة مناسبة وكذا وبدأنا وكان هي البداية واستمرت يعني الحمد الله حتى بعد ما رجعت يعني في الجامعة يعني افضل الناس يعني جوا عندنا في الشركة هم ناس درستهم برمج اه جامت ميك سعود اه طالب بس طلاب بالعكس يا اخي مهم دائما في حالة للقبول كل الشرح اللي قاعدت تشرح أو حالة التحفز أنه يبغى يتعلم أكثر فاقتشامنا المشكلة أنه الحافزية التعلم ممكن أن الناس عندهم حافزين يتعلم وقعدنا نناظر ليش الطلاب ما عنده حافزية أن يفتح كتاب وذاكر أنا لعبنا بعض كلنا دائماً خاصة عندك رياضيات رياضيات ولا يوتيوب أكيد يوتيوب ما فيه كنام يعني معنى محاضرة رياضيات كويسة ولا آخره طبيعة بشرية أنت متى تتوقع تحصل نتائج دراستك خاصة عندك الثانيوين أو متوسط يا الله إذا توظفت أقول كم؟ عشر أو عشر سنة؟ أي حلا حلا لها عندي طرحة الشباب اليوم والمبارات من أطلالها فدائماً عندك مشكلة الحافز ما هو عاجل أو الجائزة التي تحصلها عندك تدرس مثلاً ما بشي تحصله اليوم ما هو بشي أنه تسوي هنقص وزنك بعد بكرة كيتو ولا مدري إيش نعم دراسة ومتفدك مخك ومتسعب وآخر شي عشان توظف إشارة بعد عشر سنين فصارت هذه واضحة المشكلة مشكلة التعليم معادي بحط لك 7000 فيديو في منصة وخال الناس شوفونا أي وحكت شابني أنه قطاع التعليم قاعد يحلم مشكلة غلط خاصة التعليم الإلكتروني ترى قطاع كبير حجمه كان يقدر باثنين تريليون يعني حجم القطاع التعليم الإلكتروني والتعليم العام الصرف عليه هذا اليوم اليوم هذا الصرف في شكل عام وش قاعد يحل القطاع هذا؟ حط لك كتب على الطاور هذا الكثرة حط لك فيديوهات في منصة 7000 فيديو ولا 8000 ولا 8000 فيديو ودرس هذا ما يحل التعليم ما يحل مشكلة ترى المكاتب المكتبات العامة موجودة في طريق مالفهد من يوم من يصغير من يروح له؟ يوتيوب مدنيان فيديوهات يشرح لك من كيف تغير مساكت الباب إلى أنك كيف تصع صاروخ كل موجودة ليش ما قدخلت على أوليدي أولي أولي أخوي لقد أخذنا الخطأ هذا قلنا أخذنا أحسن فيديوهات نعلم فيها رياضيات وقدرات وتعصيل وكذلك لننصك من هو ستة شهر ونقول الطلاب هذا مجانا هذا رصيد استخدنا فيديوهات وجبنا أفضل مدرسين في الرياض كانوا في مدارس مشهولة جدا ويشرحون صح وأخذنا أفضل التجارب العالمية كيف تصليح فيديو أونلاين بشكل جيد ما يتجاوز خمس دقائق ودراسات يعني سوان اللي علينا بس طلاب تقول طيب شف يا حبيبي يقولنا فدياتكم زينا بس ما وش كنت تبقون تحيلون وقتها؟ كنا نقول المشكلة أنه ما في محتوى كويس ما أوكي طب في جامعات؟ في جامعات وكذا قلنا خلنا نبدأ في قطاع المدارس وش أكبر مشكلة في المدارس؟ التعليم العام التعليم العام كنا هذا كلام 2013 لقينا أكبر مشكلة كان اختبار القدرات والتحصيل وما زال مشكلة طبعا لكنه كان مشكلته وحنا كان أول دفعة أنا وشريكي محمد أطلعينات كل أخي كنا أول دفعة تبقى عن اختبار القدرات جاء وشارلونا من المدرسة مانساة ودونا ملعب كرة السلف جامعة نماء قالوا عندكم اختبار أصبح قدرات ما هدل بشي سالفة؟ ادخلوا هنا القصب والا الاختبار صد يعني كنا نحن ما هدل بشي سالفة؟ ما حدا هي أنا ونحن ندري فجاءنا صد مصراحة من الموضوع فقلنا أكبر مشكلة شكل واجهنا الطلاب السعودية حاليا القدرات خلنا اختبار القدرات ونساعد الطلاب فيه طيب وش تساعدهم فيه؟ قلنا أكيد الطلاب يبقى سبعة مليون فيديو طيب الله شكلها كذا لأننا فتحنا نظرنا خانة كاذمة مرصات الأخرى فعلا ترى يعني كل الناس يقول أنا عندي ملايين الفيديوهات فقلنا أكيد أن الموضوع حظ كنتنت الطلاب سبحان الله فجاء بيكتشفون فيه محتوى كويس بجون ذاكرون بس لو باخذ التفكير بهذا الطريقة وقتها فخانة كاديمي كانت مثال ممتاز إلى اليوم الآن تزال مثال ممتاز على قدر الناس يتعلمون منه وبقدر أشوفه ويقول أخي فيه مشكلة هذيك باللغة الإنجليزية ما عندنا شب العربي فبس ويها بس من يفهم ليش أنه خطأ ممتاز من؟ يعني لو عندي اختبار القدرات وأنت بتعطيني مواد تعلمني القدرات والتحصيلي عبت ممتاز لي ممتاز للطالب المحفز داخليا وذاتيا أو للي عنده أب وأم مدرك أنه عادي بعد وظيفتك بعد 15 سنة هي مشكلة عذاكر حيث وبقدت معك أذكر لك وغالبا خانة كاديمي يكون يعني الدافع لإستخدامهم الأباء أو الأمهات والأجدالك تجد أن كثير من التقارير في خانة كاديمي يتوجه الأباء والأمهات إنه كيف أداء ابنك وكذا ففيه بيئة تخلي الطالب يروح إلى خانة كاديمي وهذا شيء مشهور حتى نسبة من يستخدم خانة كاديمي من ذوي الدخل المرتفع وكذا أصلا من اللي يشهرها؟ بلقيت 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 وقصة ما كان يقولك تجيب عياني ذاكر له هو يذاكر العيارة تخير عياره الآن مخرجين جامعات ومدريش وكذا فهي تحل المشكلة ممتازة بس اللي من يدرك أنه يوجد طريقه يحفز أولاده ويذاكرون أنه يمسكهم ذاكرين وقعدين وذاكرين الله طيب في 2013 هل كان خانة كاديمي مثال لكم؟ كان مثال بس كان وش كان النموذج الربحية عندكم؟ خانة كاديمي كان مجاني وغير ربحية حنا قلنا فيديوات وكان فينا ماذي مشابهة في الهند وغيرها بس تقفلها على الناس تحط لهم جزء منها مجاني فيديوات يشرح مثلا كيف تحل المدرية وشكذا وجزء منها بفلوس طبعا أول ما بدأنا كنا مقفلين كن شي بفلوس يعني انت بدأ بسم الله وكنا نقول إن شاء الله بيجون عشرات الآلات ويجون 13 ما في جوالات ما في شي لازم يكون عندك لابتوب وإذا عندك لابتوب لازم يكون عندك نت وإذا عندك نت لازم أبوك يسمح لكي استخدم الإنترنت ذاك الوقت كان الإنترنت مو بزيحي وبوبة الدفع وش كانت أول يا رجال أخوي البنكي وأقسموا بالله العظيم أنا حولت لكم ما وصلت تنصب بعد بكرة حوالك كانت الحوالات تأخذ ثلاث أيام وخمس أيام والطالب بيختبر بكرة لا لا طب كم صرفت وقتها عشان تسوه لأني توقع أنت تقول إنك سجلت عشرات كنا نبوة سجل عشرات الآلاف يعني ما جاء لستين واحد أو ست شهور اللي دفعوا فعليا أو مية تقريبا ما كان العدد كبير طبعا حنا أول مبدأنا كان تمويل ذاتي يعني ما كان فكنا مقرنا كان في كوفي في الرياض في جابة تايم يعني يستاهلوا صراحة يعني شلتوا عننا يعني تكريف كثيرة جافتنا ثلاث سروات فكانت تكريفة يعني وكنت يعني كنت ومحمد على رأس العمل إيه كنا شبه متفرغين يعني غير متفرغين متفرغين كامل يعني أنا كنت في الجامعة وكان في وظيفة يعني على رأس العمل فدكتور فاضي ايه تقريبا درس درسين ودرسناك فعلا ترى يعني هذا من أهم الأشياء اللي اكتشفت أنه مهم لأي أحد يبدأ مشروعي يعني لا تبدل لا تتأكد يعني قبل ما تتفرغ مية في مية تأكد أن نموذج عمل حقك صح تأكد أن الناس يبغونك تأكد أنك ما شي صح أنك تقدر تتحمل الرواتب يعني آخر شيء تبغى أنك يعني تروح تخلي نفسك عالى على مشروعك أنك تتحمل راتبك بشخصك بنفسك يعني مثلا وأنت ما بعد أسست أو ما بعد قومت مشروعي يعني بشكل جيد فأول ترى 2018 إلى 2017 ما كنا متفرغين إلى 2017 إلى 2017 ما كنا متفرغين بس كنا نشتغل يعني أذكر كنا نطلع نقط في جافة تايم لأنه كان مكان وحيد ليفتح في الرياضة ساعة ستة الصباح فعليين ومحاضرات على الساعة عشر ومحمد دوامو على عشر فكنا نقط من ستة إلى تسعة نص كل يوم والويكند طبعا في الجامعة كانت ثلاثة شهور إجازة كتصير أنا أقول لك أنت الدكتور دكتور دكتور إجازة رائعين في العاصل هذه خاصية فإيه فكان هذة ثلاث ساعات يومية أو ثلاث ساعات ونوص تقريبا زائد ويكند كانت جيدة في ناس كانوا معنا من الستارتاب اللي قبل أن نكملوا معنا مانتش نصدقونا وقعدوا معنا صراحة لأننا جبنا فيهم العيد في الستارتاب اللي قبلها ما نجحنا يعني بس كانت فرصة التعلم بس يعني كان عندهم إيمان بال بالفكرة وإيمان بالهدف وكذا فكملوا معنا وبعضهم غير سعوديين حتى يعني فكان في ناس متفرغين والمؤسسين غير متفررين وقتها ما نأخذ رواتبنا أنا ومحمد كمؤسسين لكل وقت فمعتمدين على رواتبنا وكنا جزء من رواتب اللي نأخذها بالوظيفة أنا رح نضخها فقعدنا أربع سنوات بدون تمويل فصرفيتنا كانت يعني اللي نبيعه في المناصة كاشتراكات ولنصرف رواتب وتسويق وكذا فكنا مكتفين ذاتين يعني أو بوتسترامت كمسمة وهذا ساعدنا يكون عندنا حرية في تغيير نموذج العمل وهذا جزء من الرحلة حقتنا أنا نغيرنا نموذج العمل ونون بشكل عام غيرناها أربع مرات أي يعني تخير أنت في ثمانية بكرة تقوم تقول لا أنا ما أنا بسوي بودكاست أنا قررت بسوي أفلام قصيرة في مستهدف السوق الأرميني والله فجأة فكتشف أنه لا طبعا مو بعباطل الموضوع قدر معه دراسة السوق وسلوكيات إذا ما قلت لك إحنا بدأنا فيديوهات نتوقع أنه كنت لتو المشكلة قاعدنا فيها سنتين وبنينا وجبنا مدرسين وصلحنا تسويق وصلحنا منصة والكود حقها والبرمجة والآخر يوم بدأنا الناظر كتشفنا الطلاب ما يبغون إحنا قاعدنا نستهدف الناس المحفزين ذاتي من الأخير هم خمسة في مئة لعشرة في مئة من الطلاب دوافير سلميه ومو بكافي قبل شو تقول لنا خلال ستة شهور الأولى كنتم تكفلوا إيه ما جاء أحد تشتري كتشفنا أن ما يصلح تحطى الناس شيء ما تجربوه تقوله مدفوع عليه لا تخدموا يجربون جزء مننا اللي هم يسمونه أو جزء مجاني جزء مدفوع زي يوتيوب مثلاً أو زي تروف بوكس هذه نموذج عامل مشهور لأنك يقولوا الناس أنا عندي شيء مجاني جربني جيزت لك ادفع لي شيء على الإضافات مسائي رفض الإضافات تدفع لي فهذا هو سبب أنه أول شيء قلت نعم نقف لك الشيء كتشافنا أنه الناس لا يعرفينك وكتشافنا أيضا في محتوى التعليمي بشكل عام الناس يجب أن تأخذ ثقة أكثر أنه محتوى كويس وكذا لكن غيرنا هذا جزء من التغييرات تسوينا غيرنا الموذج عامل رحنا المدرسين يكنا نقولهم بيبيع فيديوهات ومجينا لهم وقلنا والله ما عليك فيه جزء فيديوهات لك أنا تخليه مجاني طيب وش سوى فرح تدفع لهم أنا عشان الناس أستهلك محتوى بجاني كذا لكن جزء التغيير الكبير مثلاً ما كتشفنا فيديوهات أصلاً ما هي بكافية طلاب يعني صار اللي يجي هم المتحفز الدوافير هم اللي يجيون طبعاً ممتاز إجابة على سؤالك ممتاز بالأكس رهيبين بس أنا ما بديت نون عشان أحل مشاكل الدوافير أنا قلت لك بدينا نعتقد أن معظم الطلاب عندهم مشكلة بالحافزية بالتحفز الدراسة والتعلم عندهم مشكلة بثقة النفس يعني ما أقلت بفصل فيه اثنين دوافير وأنا ما نفاهم أصلاً بسأل السؤال للمدرس لما يسأل مدرس السؤال قبل ما يكمل ما شاء الله تدافور مجاوب عليه أنا خلاص طعت طالب متوسط أو علاقة متوسط المستوى أو ممكن جزء من المفاهيم المعرفية ما كملتها ما أسست فيها صح هتعب هتعب ف يعني يعني فكان الإشكالية كيف نحن مشكلة تسعين في مين طلاب طيب فأنتو جلستو كم سنة وأنتو على الفيديوهات قاعدنا سنتين الفيديوهات ثم اكتشفنا إنها الفيديوهات نموذج عمل جيد بس ما هو يحل مشكلة المشكلة الأساسية في التالي فش سوينا وقتها 2016 قاعدنا مع 2000 طالب سواء جلسات مباشرة أو مجموعات تعلم معهم أو حتى يعني عن طريق استبارات يعني 2000 طالب وما زلت نتاج عندنا حق الدراس سألناه سؤال واحد وش أكبر مشكلة عندك لما تجد الذاكر طبع صراحة أوقعنا حنا قلنا نقول أكيد بيقولون إنه يا أخي أنا ما ألقى مدرس يشرح لي أنا ما ألقى محتوى أنا ما ألقي إلى آخر طالع الإجابة مختلفة تماما أكبر مشكلة الدراسة مملئ طبعا تقول هيا أكيد ما أعرف ما تفلسف عليه لا والله ما كان في بالنا بشك سنتين ما جاء في بالنا الموطة هذا ما جاء في بالنا بدء إلا كل ما قلنا ما فيه نمور صلح فيديوهات زيادة يا مدير كل ما قلنا أكيد فيديو ضائع حق تماما بزينة ما هوم مشكلتك حبيبي هذا والله لو تحط له وقماش وتكتب فعب عليه إلا هو تحفز بذاك مهم مشكلة فيديو أيوه طبعا بصراحة كأنك أحصتك رائق على وجهك لكل وقت لأنك لك سنتين مريحة وقتك تحسل برغباء كيف لم تكشفت شي هذا طبعا جزء من رحلة تتعاملهم حقك جزء من العيوب في النفس البشرية يكون عندك يكون عندك يكون عندك أشياء تعتقد أن هذا الصح تقلع نفسك أن هذا الصح إلى آخر لا تكتشف حقيقة بس يعني الحمد لله كشام الحقيقة ما كان ضدت فعلنا أننا ما نفهمه وكذا لا هو جزء من الرحلة حقتنا في التعلم إحنا قاعدنا نسوي شيء جديد ما حد قد تسوها قبلنا كقطاع قاعدنا نسوي شيء بنفسنا أول مرة نسويه قاعدنا نسوي شيء يعني ما في أحد يوجه كيف تسويه صح ما في أحد علمك كيف تسويه صح مع أننا سافرنا للدول قبلنا مؤسسين شركات مشابهة قبلنا قبلنا ما أحد يعطيك التباصيل الدقيقة هذه بشكل جيد وقتها كان 2016 تقول 2016 تقول كم صرفتوا؟ ما كان صرفنا يعني وقتها كنا ربحانين ربحانين؟ مصارفنا قليلة يعني كاننا نصرف بالشهر ما أدري شيء من الفريال ما كان الفريال ما هو شيء كنا نبيع بكتر من المبلغ هذا فبالإسمنا كان كويش قدرات بس ما بعد غيرنا شيء عن القدرات وفي السعودية يعني ترى المستوك مرة صغير يعني ومركز يعني ولا عندنا تطبيقات كان كلها جو يعني على متصفح على الوب يعني كنا حذرين كيف نشتغل شيء هذا أنا نخل في تقنية وبرمجة وكذا كل واحد يصلح اللي يقدر عليه ويفزع وكذا وهذا أعطانا حرية إنه ما عندك مستثمينين أو مدلس إدارة وكذا يقولك لا غلط صلح حط هدفك كذا فكنت أن تدخل رحلة التعلم على الطلاب مباشرة وليس إدارة مدلس إدارة حقك أو مستثميني شبوان ولا توقعاتهم ولا السوق يش يطلب منك ولا ولا إلى آخره فهذا كان جيد صراحة لنا في البداية إنه يقعد بجابة هايم وناظر الطلاب شكاله كذا ملل 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 طبعاً كان يقولهم طرق مختلفة طبعاً يعني أسوف من هاي هي ملل تجي تسلم ليش هناك اللحظة اللي قلنا فيديوهات مع التنفي طبعاً خلني وقفك على هذه اللحظة إيه الآن إذا أنتو تربحون ميش اللي خليك تعيد التفكير في المسألة هل أصلاً هدافكم كانت يعني عادي نكون صادقين كانت ربحية كانت ربحية إيه فأنتو تبغون تربحون أكثر هذه الأرباح ما كانت كافية ولا هدفكم السابق اللي هو تحفيز الناس على التعليم ما كان يعني لما ناظر أرقامنا من مئة بالمئة من الطلاب اللي يجون يومياً خلنا أرقامنا في مئة طالب يجي المنصة تسعيلي بشوه ما يذكر شيء معنهم جوا من المنصة ودفع لا ما بعد دفعهم لأننا قلنا حولنا أنجز مجانينا ما يذاكر تتصل عليه طيب وراء شفت فيديو لا أنا مشغول بكرة وعشرة في مئة قلنا نذكر نحن 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 نحس أنه ما زلنا عشرة في مئة هذول محفزين ما يحتاجون لك أصلاً أنتبقى تحل المشكلة أساسية للناس دولي لو يلقي زي ما قلت لك لو يلقي ماشاً لها كروة يعني ما هو مشكلته أنه تحفزوا على الدراسة بينما تسعيلي مئة هذولة اللي فقدوا الأمر جاء ولمك لقوا فيديوهات صعبة عليهم أصلاً فيديوهات مصممة للدوافير يجي يكمل دقيقة يمل ما يعرف يكمل يحس أنه ما يعرف القسمة والضربة أصلاً قاعد تشرح عندي عن المثلاثات عنده مشاكل أعمق وحن ما بدأنا في بداية قلنا وانا قلت لك يعني نحن نبقى المشكلة الأساسية في التعليم اللي هو تسعي في مني من الطلاب اللي ما هو متوفر لهم أصلاً فرص في جامعة الكوليسة أو في مدارس خاصة أو مدرسين خصوصيين أو أب و أم حريص عليهم أو أب و أم حتى يفهم كيف يشرح لك مثلاً مفاهيم رياضية صعبة أو الفيزياء ممكن الناس ترى عندهم كذا ترى إحنا قدوا كن محظوظين أنا شأنه يعني هاي طفولتي فبالنسبة لي يعني كان موضوع لا هذا ستاندرد هذا الأساس أن الناس تفهم كل الأسئة هذه لا مو صحيح طبعاً نحن نتكلم عن السعودية الحمد لله مستوى التعلم عالي نسبة الأمية قليلة جداً إلى منعدمة إلى حد كبير فترة أخيرة لا أطلع شي في الدول الثاني المجاورة أطلع إلى أماكن أخرى انصدمنا صلاحاً فبالنسبة لنا كان المبدأ صراحة أن نبقى نحي المشكلة موجودة في كل زاوية في العالم هذا من أول يوم بدأنا في المشروع يعني ما جينا نبدأ لأننا فشلنا بالمشروعين السابقين وفشلنا كان له أسباب اتفاقنا لو لم نبدأ مشروع ثالث مع بعض أنا ومحمد مش بيكون طبعاً أنا ومحمد الصورة كنا تلأ أصدقاء كنا نروح نفس الفصل من السادس ابتدائي إلى الجامعة نفس الفصل الدراسي نفس المدرسي نفس الجامعة نفس الكلية نفس المدارس أصدقاء من الطفولة قلنا فيه معيارين مهمة قبل ما نختاروش فكرة تالية ما كان فيه نون ماذا كانت تفكروا دولا؟ بالنسبة لي كان الفكرة أولا اسمها جبلي بديتها أنا واخوي 2009 من ذنب رسول بس كان بدري بدري مرة يعني الرئيس تقني حقه كان مؤهلاته كان يعرف اكسل هذا مؤهلات حقه فعلته الله تكبر خير محمد الياحيل في هذا 2009 ما كان محمد معي بس كان أنا واخوي الصغير مساعد بدينا نصرح بشكل جيد كانت مشهورة في معرض الكتاب في الرياض ذيكا الفترة كان مركز تخزين حقه كان مجلس بيت الوالد اللعبي كاراتين حتى كان شركة التوصيل معطني مفتاح البيت حق بيت الله هل يتخلون بالباص يشيلون الأغراض بس ما كان فيها شكاليات أنا كانت بدري شوي ما فيها تطبيقات تتبع تقنيات هذي ما في ناس توصل مسارفات من دوب أو يعني الآن اقتصاد الشاركي والناس عادية تتقبل تشتغل مع تطبيق ما كان موجود وقتها فكان بدري ما رأى السوق فكم قاعد تجيب لي؟ قاعدنا سنة نص سنتين تقريباً برضو كان حق أرباح جيدة كل شيء بس إنه كان خلاص دائم حدنا عشرين واحد يوصل ثلاثين واحد يوصل كلهم عياه ورد خالطية الناس نعرفهم يعني اثنين منهم من اللي كان وصلوا معنا الآن مؤسسين للشركات ناشئة أترى مناسبة بعدين قررنا نوقفه بدين أنا ومحمد بدين الشركة ثانية 2011 تقريباً وكان طبعاً ذاك الوقت ما فيه سائفة شركة ناشئة أو ستارت أب كان اسمه مشروع ما فيه كلام ذاك كله ترى فكان إغلاق جبلي بالنسبة لك عائتي مجرد مشروع ما ضبطوا نجسد والله حاولنا نجيب استثمار له كل شيء بديت رحلة نكلم مستثمارين وهو شيء جديد علي بس ما كان فيه ما كان فيه شركة واحدة في الأردن وفي دبي وتذكرهم مكتوب فكرة استثمار غير موجودة أصلاً فما كان الموضوع بالنسبة لنا يعني أو النطاق العمل في الشركات الناشئة وتقنيهم موجودة أساساً فما أعتقد تخلي مشروعك ينمو يعني إحنا بدينا بس نوصل كتب كتركيز بس ما قدرنا توصع إنه يلا بنوصل أكل بنوصل ما نكتر ما في حدي يوصل فقلنا ما إحنا بدي بمرة بدري ولا فوقفنا بس ما زال قلنا لو ش فيه فكرة ثانية بديت أنا محمد المشروع الثاني وكان يعني قلنا أوكي وش نبدأ فيه بدينا بفكرة ثانية ثالثة بدنا استقررنا إن نسوي منصة تقدم متاجر الإلكترونية لللي يبغي يبيع يبغي يحول محله الإلكتروني طبعا فيه الآن شركات مشابه للشي هذا بدينا وكان جيد وكذا بس برضو كان اكتشفنا إننا حلينا مشكلة يعني مناسبة في ذاك الوقت لكنها غير قابلة للتوسع بشكل جيد ما هي مقابلة أن تكبر ما بديناها صح تقنيا فنتعلم كأننا ما كنا صراحة جيدين يعني بشكل جيد يعني فاهمين كيف نسوي الأشياء ومنها نقلنا اوكي فكرة ثلاثة اللي بنسويها لازم وش تعلمنا قابل خلنا نحط فكم قاعدتوا في الثاني؟ سنتين تقريبني وبرضو إنه ما ضبط معكم كان مسألة عادية ولا والله تنهيد هاي تعطيك الشيء كتير ما يبسهلة لإنك أنت أصلا وقتها يعني تركت فرص ثانية أنا كنتوني متزوج وقاعدت أترك وظائف أنا بالنسبة لي يعني كمتخصف تبنيت معلومات يعني تترك داخل معين وتروح تشتغل في كافي شاب وبعشر الدخل داخل اللي كنت تاركه برا يعني هت ممكن تقليل باقي ما دخلت للجامع لا كنت أشتغل كمستشار كمستشار في جهات أخرى وكذا يعني فكان الموضوع فرص بديلة مشكلتك فرص بديلة يعني هل أنت قاعد تسوي الشيء صح وهل قاعد يأخذ منك فرص ثانية أفضل تشوف أصدقائك وشوه والراحة واللي صار وكي الوزارة وكذا وانت قاعد كافي شاب تشتغل على الشيء متزوج وزوجتك متزوجك وزوجتك متزوجك عنك دكتور جامعة بتصير يعني وش صار وين وش تركه في شاب اللي قاعد بي فما كان سهل صراح ما أخفيك أبدا سهل تقلع نفسك بس صعب توخر المؤثرات اللي حولك وتعزلها عنك المؤثرات يعني خصوصا في ذاك الوقت يعني كان الوظيفة حكومية هي الأساس قطاع فيين واثنعاش فيين واثنعاش قطاع الخاص كان لسه بادي وكذا فالشركات ناشئة غير موجودة في القاموس حتى الوارد اللي يذكر بخير كان يسألني قل وش تستغلوا علي أنتم وطلع البروشور أوريه قال هذا شركتكم قلت لا البروشور يشرح البتالجة قلت لا وين وين وسياراتكم وين مبنيكم وين قلت ما فيه هذا المشروع هذا اقتصاد رقمي وكذا فكان لا لسه الوضع بدري فكان مشاعر صعبة صراحة خاصة لما تسوي أول مرة ما تنجح ثاني مرة ما تنجح بدأ ثلاث مرة صعبة لأنك تسأل نفسك هالمشكلة فيني هل أنا أصلاً جيد ما فيه الكفاية أني أسوي شيء هذا هل أنا قاعد أضيع وقتي يعني الثالثة ثابتة وبالنسبة لك يعني برضو لك عشرين سنة تدرس ثم قاعد تشتغل شيء ما أنا دخل في دراستك أصلاً فعلياً شهاد الدكتورانة حطتها بالدرجة لأنني ما اشتغلت من المعلومات إلا فترة بسيطة ثم اشتغلت على تعليم واشتغلت بشركات ناشع فما كان سهل اللي أذكر كان يخلينا صراحة يعني نكمل المشروع الثالث هو القطاع اللي اخترناه اللي صار فيه هو اللي خلناه فأذكر قاعدنا في مطعم وما نسأها ما زال مديد خلني برجع للثاني قبل ندخل برجع للمطعم بسيطة مطعم كهذا ايه هذا المطعم اللي طلعت من الفكرة في الثاني يوم قررت أنكم تكفلونا لأن خسران ولا ما يجي فلوس ولو شو تذكر اللحظة اللي خلاص كان قرار منكم تكفلونا وين كان في المطعم اذكر اذكر والله اذكرها وما زال عندي حتى الأوراق اللي كنا نفكر فيها وش سلبيات وش الإيجابيات وش ممكن نسوي كيف ممكن نغيرها ما زالت عندي برجع هذه لأن من لحظات وترى لحظات مصارحة صعبة ايه يعني لأنها الآن خلاص الكشف حسابة لحنا وش كادي نسوي حنا وكذا فكنت أنا وشريكي الحمد للثقة عالية موجودة نعرف بعض من زمان وهذا شي جيد يعني خلاننا نتجاوز يعني وعارفين ميزات بعض وعيوب بعض وكذا فلما جلسنا نظرنا الموضوع ما ما هو رايح ايه تجاه جيد مهم قاعد ينمو بدري مرة على السوق وهذا خطأ سونا مرة ثانية يعني جبلي قات بدري مرة ثانية قل له أوكي الناس تحتاجوا بس كتشافنا انه بدري بهذا لأنه ما كان في شركات توصيل أوكي خدت مني مجل ما بوصل لك خصنا أخدت مني التقنية مني في ساعة تدفع زي ما قد بووات الدفع فكتشافنا انه وصل النظام البيئي كله مش جاهز 2012 اللي هو شركات الدفع مو زي الان ما شاء الله يعني يختلف يختلف فهذا كان الاشياء الواضحة قدامنا هلأ انا اقدر اغير النظام البيئي انا ما اقدر اغير النظام البيئي حاولنا وتواصلنا مع جهات مع وزارات وحاولنا ندف مني ندف ويصال ما الموضوع بياخذ وقت واضح فانت قاعد تقول يا ما انك تدنق على العاصبة اللي جاء عاصبة انك ما تبقعد تنمو عندك مصاريف وعندك فريق قاعد يحتاج طيب يعني قد ننمو لا اشكا نسوي وفريق طلعتهم وضايفهم شي نجل عندك فما هو سهل الموضوع فجزء منه ما دخل معكم استثمر ذكرت بك الفترة كان فيه انتو في ايه الله اذكر انتو خيري بس ما نفسه مشكلة ما كان البيئة الاستثمارية ما موجودة ايه وهذا 2012 ترى يعني باتكلم عنك باجي 2018 بقول لك شون البيئة ما كانت جاهزة حتى بحرقة براحل من المنظومة لسه يعني لا لا والله خطيرات رجل بس لا تزال فيها فقط انا رجل من 2009 ترى قاعد تسوي فاندريسن قاعد تسوي جاء عالمك لا لا الموضوع وين كان قاعد تلعب في الدوري كذا الحين سنت الدوري اسباني يعني عرف فرق لا لا فرق يا شيخ لا لا طيب فجيت انتو الحين جلسا صارحا بعض كنتو فلله جلسا صارح بعض فعلا جلسا صارح بعض وش اللي اخفقنا فيه وش اللي كان كويس وش ممكن يكون الحلول لقدامنا نكمل جيب احد يكمل عننا ونشوف فكرة ثانية طريحة كل الحلول يعني كان دائما هاجس وش ما نسوي عقبه اصلا لا بس ارض بش بتصوم في المضافين ايه الان هو هذا حد الحلول انه اوكي انت ممكن جزء من الحل انك تسكر تفتح شي جديد هذا كم جزء من الحلول لاحنا ما تعلم ايه ما تعلم ايه يعني احنا شخصين بالذات كان عندنا دافعية انه نبرا نأثر ونعتقد ان التقنية وكنا دارسين حاسب وعلى وقت بداية الحاسب وشفنا كيف ودرسنا برا وشفنا كيف انه التقنية قاعدة تأثر في حياتي اه يعني ذيك الوقت كنا نطلب يعني كان اوبر موجود في امريكا ما بتجاه هنا وكنا نشوف بعض الخدمات موجودة وكنا نشوف تأثيرها يعني ما وسهل فكنا نعمل الدرثومة ذي انه لا ابغى سوي التأثير بالتقنية موجودة فصالحنا جلسنا ما كان الجلسة جيدة صراحة يعني مشاعرها كان سيئة مو بين بعض قدر ماهو مظلمة ما بيأمل واضح انه وشلون بنرقع شون بنقول الاهلي شون بنقول الاهلي شون بنقول الاهلك شون بنقول لاستقاك دائم كل ما اكلموك بنطلع البر بنطلع نكشد نسافر او المشغول وانك فيه قاعدة في الكافي طبعا فالنهاية تقول والله قفلت ولو ثاني مرة شون ما تفهم انت وخلت ثلاث سنوات ما شاء الله يعني ثب مستوى عالي يعني من الفشل لا وبعد كل واحد ما اخذ تخصص زين ودراسات وشهادات ومدروش شو غيرك ما شاء الله شغال ما دين وين وجاي ما دين وين وهنا ثاني ما اخذ زوجتي يعني بته الابسكينة فكان الموضوع صراحة ما اخفك يعني ولا فيه احد يتشاور ما احد يقب قبلك كان عنده الجرآ ان يفشل ويتكلم عن الفشل قدام الناس الناس لما تفشل تتغبه ومعلم انا اول مرة فشل انا صغير تغبهت لانه وش بتقول الناس الناس اذا فشلت انت فاشل خلاص انت كشخص فاشل مو باش مشروع فاشل مو بانك تعلمت اصلا ما تقول الناس اصلا انا استفدت عني ما تحقون عليك قالوا ايه هاذا كليشة المعروفة يعني اه في يعني ثاني مرة طيب شنقول شن رقحة وكذا طبعا عندك مشكلة فريق هذي مشكلة عندنا عوائلهم ناس ايمن بالرأس سعودية من الهند ناقلين لك هنا عشان يشتغل معك ناس كان معي اختي خريجة ماجستية المالية في بيطة جايبها وشغيرها ثلاث راتب والآل قد فرح اقول لها يعني فما ندري وين نبدأ منه والجيدة ما عندنا المستثمانين نروح للمهم ونقول ما فلوس هذا كان مميزة الحمد لله يعني صحنا فلوس انها قضت يعني بس ساد فانا اذكر اللي اذكره زين ما اذكرش كانت حلول القدر ما اذكر مشاعر اللي كانت موجودة وكان اكثر شيء قهراني ما اقدر اطلع الناس وقول اني فعلا انت رأت علنشة كثيرة وحطت له قلت للناس ما حد مصدقك والناس من نسبه له ما تفشلت طيب خلنا شوف احد كيف فشل وراحد من فيه قد مر بشي هذا فيه ناس مره وفشل كثير بس متغبين كان فيه يعني شيء جيد الكتب تقراها واضحا فيه كتب تتكلم عن الشي هذا كان يعني فيه كتب صوتية ما زلت تذكرها يعني قوة عشان ترجمها الضعف اللي فيك وكيف تتجاوز الفشل يعني ما زل الصوت مؤلفة يعني اني كانت تتكلم كانت تتكلم لي وكان هو السلور وحيدة يعني انه فيه احد كان يقول ترى عادي تفشل وعادي تطلع بكرة او شيء ثاني ترى ما تم سيئات لا تحط على نفسك انك تخلي نفسك كانت مشارك عن نفسك انك ما تسوى الشي منك يعني او انك يعني يعني تدعو توقع انك ان انسان فاشل ولا ما تستحق الأشياء الزينة ولا كذا وحثك مرحلة الله ما اخفيك الموضوع كان تجي مشاعر هذه خاصة يعني فهذا اللي اذكره بشكل واضح في المرحلة يعني اكثر من لو تسألني ما كان الحلول بيدكم والله ما اذكرها يعني ما كان كثير من الحلول مطروحة قلني ما اذكر مشاعر كان سيئة طيب يم كلمت الوالد ايه كيف كانت تتكلم 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 والله انا اذكر اول ما رجعت الى زوجتي طبعا هي الدار يعني الاشياء فعندها تصور بس طبعا يعني يكفي ان يروح البيت ما انقل مشاكل الشغل فعندها العافية كانت متفاهمة جدا يعني ما انسى انه كان من اكبر اسباب اللي خلتني شخصيا اكمل وكانت زوجتي كانت صبورة وكانت يعني دايما تشوف الجوانب الجيدة في الموضوع وهي من الناس الصريحة اللي ما كانت جامل لا بزين ولا بشين فاذا قالت شايدنا انا تقول الصدق فاذكر كلمتها اذا كل يوم يعني وصادف ذكنيان واحد من الزملة الله يتكبه الخير يعني كانت وطالت قرار تعيين وكيل وزارة الله يتكبه الخير بنفسه اليوم من الدفع حقتي سبحان الله انا وين رأيه ترى انا ما اشعر الان باي ضعف ان يتكلم على شيء هذا بشكل عام للناس لانه مشاعر اتحدى في احد ما قد مرة له شيء هذا بس من اللي عنده شجاعة يتكلم فيه انا ما قدتكلم قبل اليوم اول مرة اتكلم ترى عن شيء هذي وعادي تتكلم على الفشل وثقافة الفشل هي ثقافة هي مثلما ثقافة النجاح الناس تبدأ تتكلم على ناجح والناس تنظر ناجحينها امثلة ترى الكل ناجح فيه عشرة فشل امثلة والناجح ترى فشل قبل كثير بس وين اللي يعني وين اللي تقدر تسمع يعني وين تسمع مثل القصص هذي او على اقل تقدر تأخذ الرأي كيف انك تتجاوز الصعوبات اللي انت فيها فكان زوجتي صراحة كيان الاول الاشياء اللي ساعدتني اني نتجاوز قلت لي والله لو تقد بكر انا نضع من الشقة ونسكم شيء اسقر ولكيز انا معك طبعا لانها عرفها هي مات جامل ولا تقول شيء اذا فعرفت انها انا هي صادقة بشيء هذا فكان يعني شيء كبير صراحة شيء على اقل ادني ان المحيط الصغير حقي اللي انا فيه راضي ومبسوط وماشي معي في موضوع بقى نعم العائلة ثم الاصدقاء ثم العمل ووائل اخره براند الشخص يا اخذتها من عندك لست طويلة من الاشياء اللي لازم تسوي عليها يعني الوالد والوالد اللي اتكرهم بخير يعني كانوا يعني من الناس اللي يعني شجعوا صراحة يعني انها ماشي الوالد اللي اتكرها قالت على اقل بندني نشوفك طبعا ما تدري مساكينة دخلت ميونة ارداء موالله صارت محجي مرينة الله اتكره الله خير فكان يعني جزء منهم نقبلك كما انت يعني كردة فعل يعني طيما العافية وصراحة بالنهاية كتشفت انه عند هذا اللي تحتاجه تحتاج البيئة الصغيرة اللي عندك تكون قابلتك باللي فيك الناس ينسون اصدقائي ينسون اهم شيء الناس العلاقات المقربة لك هي اللي تحتاج انك تتأكد انهم بجانبك تأكد انهم يقبلونك ومنها طلعت يعني بدرس وتعلمت والله حتهم يا شريكي قال انا كتبت قائمة ثلاثة اشخاص انا يهمني رأيهم فيني ما الباقي ما يهمني سألني قال من قائمتك قالت والله ما انكتفتها خلنا افكر فيها وارتحت القائمة الان موجودة عندي في جوالي هم الثلاثة اشخاص هذي اي شيء يسويه افكر هل بيتقبلون اني سويته هل بيشوفوني يسويه شيء صح رأيهم يهمني ليش اما انهم شخص عزيز على قلبي واعتقد انه استثمار حياته كله اصلا ما يهمني خطوة سويته في مشروع بيشوفوني في حياته قرار لا بد يخسر الشخص هذا او شخص عنده الخبرة او دراية انه سابقك مراحل من المعرفة مراحل من التجارة انه رأيه يمين او يصار سواء كان صح ولا غلط قال لك كده يعني كثير وقربه لك دائما بيعطيك مصدر امان في اتخاذ القرارات فكتبت قائمة ثلاثة اشخاص هذي واحدا منهم طبعا زوجتي وشخصين اخرين ارتحت ان الناس ذاكرتها قصيرة ذاكرة قصيرة والنجاح التالي ينسيهم اللي قبل اصلا وهذا جزء من التعلم صراحة تعلمت جزء من الكتاب هذا اللي حكيتك عنه كيف يخديك التعامل مع العواصف اللي تجيك في حياتك سواء مو في البزنس لا قد الله الشخص مر في حالة ارتباط عاطفي او طلاق او قضائق مالية او اي شيء اخر في تكنيك تكنيكات حلوة يعني الواحد ممكن يستخدمها من ضمنها من اهم ثلاثة شخاص تقتل في رأيهم ما يهمك غيرهم خلق قدامهم تكلم بكل ارياحية شرح لهم قبلوك مثل ما انت هذا اللي يكفيك لحياتك الناس الناس يعني بسيطة يعني هم بيتكلمون ولا يهمهم كثير يعني هم بيقولها عرباً بس انت اللي تجيك تتقلبها في مخك كثير يعني في حالات سواء احد مثلا مر حال الطلاق بالذات او غيرها منظور وش رائع الناس وش رائع الناس اللي يهمونك يغير كثير في نظرتك لنفسك يغير وهم الأهم من الأشياء صراحة اللي خلتنا قلت ديش نوان فشلنا بالثاني خلنا بالثانثة عارضنا ثانثة ننزل ثانثة ثانثة شركة ترى ما زواجه لشي انت ما تكسكس اخر شي تقليها ليه في ثانية؟ لا اوكي طيب الحين عللت الشركة ثاني الآن رحت انت في محمد ايه وقررت كم كم بين الفترتين؟ والله خلنا برايك اي خلنا برايك سنة يمكن او سنة روز ما تكلم مع بعض بزنس يعني رحنا طلعنا سافرنا اذكر يعني رحلة وكذا بس انو نشوف بعض طبعا كشي وراح كندا فترة سنة تقريبا في بريطانيا وقتها فما حصلنا انتنا في انتقاب الكثير بس نظام اللي يعني سنة كانت نبرايك انو كل واحد راجع في كاره كل واحد شو شباب يسوي في حياته يعني نعم الله انه بديره بدري يعني فذاك الوقت كان عمري وقتها 29-30 فلسه ما زال يعني واحد شبابه وكذا يفكر بس اخلنا برايك حلو اي خلنا برايك حلو اجتمعتوا عندكم الفكرة ولا لا 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 اجتمعنا اذكر كمان واستماع كان رسالة ايميل او اسمس نسيت محمد ارسل اش رايك اش رايك اش عندك اش خططك ما خططك كنا نبدأ نبدأ نسوي شيء خلنا نتقاب فكننا في الرياض تقاب الله في مطاعم كانت تحلية وقته المكان المطاعم كانت تحلية ما كان عندنا فكرة وش نبدأ ندري انها تقنية شركة تقنية ندري ان لازم تسوي شيء مرة ثانية مع بعض عندنا لستة من الأشياء الخطر يسوي لها اول ما ربك سوي مرة ثانية وعندنا فقلنا طيب ولا ما نتفق على علاقة المعايير وش الفكرة القادمة اللي ممكن نسوي عليها وانها لازم تحقق المعايير هذي فاذكر علىك اهم معيارين يعني اتفقنا عليها انه لازم تكون فكرة يحتاجها اي شخص في اي زاوية في العالم ما ابغى من الفكرة تخدم الشاب السعودي او تحل المشكلة للفئة معينة في الشرق الوسط والثاني انها تكون مشكلة لها اثار مستمرة لما تحل المشكلة وتقدم حل للناس الحل ما ينتهي منك تاكل البيتزة اللي وصلتها لك الحل يستمر معك تول حياتك تتذكر انه شركتي هذي ساعدتك فيها طبعا كان معاييرها صعبة باخ فيك معاييرها فنصفية يعني ما يب شوش اذا فكرة اللي بتجيه فقاعدة نفكر ونهوجس ونناظر يمين ناظر يسار طبعا جزء من موضوع معايير اللي ما تكلمنا عنها بس حنا ما تفقي عليها لازم شي حنا نحبه بعد يعني برضو ما ودك تسوي شي ما تحس فيه بشا غافة أو انك ما ودك تقول كل صحيح سحلو يعني برضو هذا كان ما احسا نتكلم عنه انه ترى لازم نكون فكرة بعد يعني ما اجيوا روح اسوي شي فان ما احبه ولا ما اعرفه زي جيبلي زي جيبلي زي جيبلي لا جيبلي كانت يعني استكشاب للذات ما هو غلط التوصيل ترى يعني بالاسم ليه ما يصلح لي فقاعدتنا بعقوة ما نريد شو نسوي وفكروا كذا وبعدين حددنا يعني اشياء معينة وكذا اذكر انا شخصيا ما دعم محمد شو كان في باله بس انا مثلا من القطاعات اللي قد شفت انها شي مناسب كان مثلا شي في الصحة انه كل الناس هتاجوا ولما ساعدك في شي في صحتك هذا بيستمع معاكة حياتك فكالقطاع حلو طبعا انا عندي مؤهرات انا خلطت كلية الطب سبعين اهو الى موحدة ايه والله سبعين وطلعت في مؤهر جيد ترى 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 معاك ربطك هذا مؤهر الوحيد عندي طبعا سبعين ما تكفي اكيد يعني وما افهم شي وما افهم ابدا في لا في الطب ولا في الصحة العامة بس انه كان يوافق المعيارين وبالنسبة لي يعني هو هدف نبيل ومربح مثلا كان الصحة خيار كان الطاقة خيار ثاني خاصة الموضوع كان ذكر ايام الطاقة الشمسية وغيرها بس ما كان يعني بالنسبة لي لا عندي معرفة ولا وكان صعب القطاع يعني بس برضي حق الهدفين اتكلم عنها وشي ثالث تعليم كان واضح اوكي تعليم تعال ذكر سحفة البيض واللي كانت الوالدة تشرح كل يوم ذكر سحفة تدريسي في الجامعة وسحفة 18 سنة ودرس 18 طارب وش يعني ما كان موضوع بالنسبة لي فكان تعليم اوكي ها محمد تعليم 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 والله شكله حلو ها متحمس متحمس نعم نعم يلا بسم الله تعليم واذكر جيلة بسم الله معنا دفاترنا اول يوم شنزوي في التعليم ما لدي شنزوي فهذا كامو خلاص بدأت شركة تعليم محيل ما كان اسمها نون وقتها ولا شي كان بس اننا بسوي شي تعليم ما عرفنا شنزوي فكرنا قعدنا سافرنا قابرنا ناس شفنا شفنا زي ما قدتك القدرات وبدأت الرحلة من هناك يعني بس ما كان يختلف معه للأساس انه كل زاوية في العالم بدين صرت تسعدفون القدرات في السعودية هذا طبيعي ما قدتك تستهدف كل قدرات كل زوائر عنها من ان تبدأ تحل مشكلة على حق المطلق صغير تكبرها هاشا تعلمتها في جبلي بعد جبلي بدأنا بيع كتب ترى بس توصيل كتب معرض كتب بس هذا في أبداعي يعني بعدين تنتقل انك تتوسع اشياء اخرى فبراكس هذا من اهم الدروس صراحة تعلمناها انك ابدا في فئة محددة باحتياج محدد لانك ما قدتك توجد حل يحل كل شي ما قدتك تسوي الادوات اعطيت الادوات ذيكي في 18 شي طالع ما تقدر تسوي كذا ابدا سكين تقول سكين صار سكين وشي اضبط معاك صلح مقص وهذا الحلاق وهذا الطبخ ما نحن ندخل ببعض يعني فهذا كان من الاساسيات البزنس انك تبدأ بقطاع محدد فئة محددة اكتشف مشاكلها حلها اكتسب خفرة انتقل قطاع اخر وها اخر فقعدنا ترفع القدرات في السعودية الوحدة قعدنا فيها اربع سنوات ما طالعنا اي شي ثاني تسوي اه ايه صعب ما كان سهل وغيرنا الموذج عاما قلتك فيديوهات وغيرها بعد اربع سنوات ما هو بل نرح للدولة ثانية لا سوينا تحصيلي السعودية بعدها بسنة سونا الاغيات ثانوي بس طب المرحلة هذي كدلها كانت بس نظر بجدران متعلم تمشي يعني ويمكن من افضل امتلة يعني اللي كانت فنا ومحمد يقولها ببعض الفريق اللي معنا والله صبور انا نقولها يعني من سواء الموجودة حاليا او الناس اللي اتمروا في حياتهم راحوا وفتحوا شركات او انتقروا فريق كان صبور جدا لان لغة يعني يتخيط يقول الناس الفيديوهات هي مفتاح العالم ان الطلاب يذكرون فيديوهات وثقوا فينا ما عليك اخذوا كرامنا اشتغلوا وغيروا ومسماكوا من خبير فيديوه بدأت تجيب على سنة الروس تقول الفيديوهات غلط اصلا غير السماك الخبير مدروا اشيو ويصبر ويقيد معك لانه اعتقد كانت المهمة نقيلة والناس كلنا شايف الحاجة فريق اللي معنا في التعليم وشايفين الاثر قادي اللي صلنا الطلاب فكان تغييرات سريعة هذي عفوا استغلت اربع سنوات كلها على القدرات بس ثم بعدين اكتشفنا وش اللي يمشي مع الطلاب ما عدوا في دوة اكتشفنا شي ثاني وثالث ورابع ثم تحصيلي ثم رياضيات ثانوي ثم رياضيات متوسط ثم اخرى كلنا في السعودية اليين وصلنا 2019 قررنا نروح شوف دول ثاني فما حصلت يعني هي في يوم وليلة وهي 2019 اكتشفنا انه اللي يشتغل معنا في السعودية نموذج عمل وكذا والتعليم انه نقدر ناخده معنا الى دول ثانية وقلنا نقرر نكلم مستثمرين ليس فقط نحصل شلوسه عشان نساعدنا في النمو بس عشان نحصل خبرات دائما يعني كنا دائما نحصل انفسنا مثل داخل غابة اول مرة ما يدوش قدامه ما تتكلم عن مشاكل تقنية في المشروع تتكلم عن التعليم اكتشفنا انه صعب جدا ومقنن جدا لانه في وزارات التعليم في كل دولة ومحددة مناهج معينة ومحددة طرق تدريس والتقنين الاسوأ من هذا تقنين توقعات الاباء وش التعليم السيء وش التعليم الجيد من اللي يحفظ الولدي صح وكذا وليس من اللي يخلي الولدي يتحفز ويتعلم اكثر فكنا شفنا انه قاعد نواجه يعني عمالقة يعني عملاق التقنين عملاق توقعات الاباء الاباء يعني عملاق ان الطلاب ممحفزين وصلا يذكر وعدم تحفيزهم الذاتي لانه يفقد اساسيات يحضر مع المعلم ما يفهم شيء ويقفل فكلمة انا ما افهم دي تكررت بشكل عجيب شو انت ما تفهم انت ما تفهم ولا انت ما فهمت لا انا ما افهم فهي يبدأ يكون انطباع نفسه مرغبي اصلا انا ماني بدافور سيتمروا كلمات هذه دافور يعني الكلمة يمكن عندنا في ناس كثير اللاهر هي الشي اللي بل عنده برنامج يوتيوب ما ادري دحية مصر دحية مصر كتبنا هذه فهذه كانت كلها مشكلة الحالة وغيرها خبراء عشان احفز ترى متحول من شركة تقنية شركة علم نفس انا فعلا في اجتماعاتنا اذكر جزء كثير من نقاشاتنا كيف نبني المنتج كان كلها اشياء النفسية كيف خلي الطالب يتحفز ان يذاكر اكثر قلنا يلا اعطوه اذا يجاوب صح اعطان اقاط قعدنا نسونا سنة كاملة كتابنا غرط لا قلت تحفزه نجاوب صحب بس نجاوب غرط قلت تعاقبه هذا ما يتحفز كذا لا لا تحفزه بنقاط ان يحلصه حفزه بنقاط او بفلوس اذا ساعد طالب ثاني شرح له طيب طيب هذا جديد علينا ولا تدخل في التقنية ترى ولا تقولي شركة تقنية التعليم والله ما ندخل ما شفناها في كتبين هذا شيء بالتعليم فهذه كلها مراحل من الاستكشاف ما كنا نتوقحها صراحة في بداية وفيها كمية مشاعر احباط مو طبيعي ومشاعر اه ها لقينا شيء زين بس متى تجيك ذي نفس اللي قلتها هاي متى تجيك عندك ناس قاعد تقول انه ترى هذا افضل شيء فيديوهاته ما قلتك ثم ترلمه تقول هالقمة تجبر هالي احسن شيء ما عليكم رلمة نكتش بالعربي بدينا اه قمة تجيب الثانية انزلوا معي اصوروا معي سنبس اصوروا معي ومساكينوا بسبع سنين اربعة قمة بس حمده اللي قال قبل تنزيلها اه الان طيب الان انتوا فيه ثلاثة قبلها ما كانت زينة ايه كانت كل واحدة تعطيك حل بس ما هو حل كافي في الفيديوهات كانت تعطيك المحفزين حل بس المغير المحفزين ما هيب كويسة طيب او احفز اكتشفنا انه فيديوهات بالنسبة لي انا ابغى اسأل ما فهمت اخي بس اسأل معلم انا جزء من عدم تحفيز المفهم طيب شو اسألك تبقى لا ابغى اسأل الحين اه تبقى لايف تبقى مباشر اه تبقى مباشر اه هذي قادنا اربعة سنوات فا احط عشرين يبقى تخي تقول سهلا تقول شوار بحطت مع الدرس مباشر اخوان اكاديبي كان احطهم فيديوهات بس كانوا المحفزين المحفزين ما هيب فحطيتم مباشر حطينا مباشر وش سعق جورة بدأوا الطلاب يجوان انبساطنا بدأ يقول والله اخي ما فهمت وقف اوك فلا انا ما فهم اصلا انا ما فهم اصلا انا ما فهمت وانظر بالقسم اش رح لي فصار يحص رح يجاوب عليه يشعب ثقب النفس اكثر ان صار يفهم ما يحس انه اقل من الغير ومن الدوافير بدأ يتحسن الدافعية بدأ معه تسعين في مئة من الطلاب يمشون بدون ما يجربون نقص الرقم صار يمكن خمسين في مئة طيب هذا انجاز كبير جاءت عندنا مشكلة ثانية الحصص لانها كانت مدرس مع طالب واحد كان عندنا ثلاثين اف طالب كان عندنا ثمان وعشرين اف مدرس ماشي اي وقت كان زي اوبر كريم تضغط عشرين ثانية شابك معك معلوم ساعة ثنتين بالليل واحدة ما يفرق معك كان حل ثوري سراح في وقتها كله اونلاين الكلام هذا قبل الكورونا قبل زوم وقبل مرصر الكلام في 2016 و 2017 كنا نكسب فلوس منها ساعة 120 ريال فكانت جيدة صراحة بس وين اكتفنا مشكلة؟ لما بدأ يجيك مئة الف طالب طيب انا ما عندي مئة الف معلومة انا ما اقدر اخلق معلمين كويسين معلمين كويسين بالتعليف حقهم قليلين اللي جيد اللي يقدر يشرح صحة طبعا كيف اكتفنا مشكلة اكتفناها بطريقة صعبة لما الطالب يدفع لك اشتراك لم يأتي وقت اختبارات يطلب يأتيك مئة الف طالب لا يوجد عشرين اهم ما تفعله؟ مثل انه تطلب الطلب و تزحمه ولا شيء فكانت مشكلة او مشكلة يعني موفرين خدمة عرض الطلب عرض الطلب وكتفنا شيء اسوأ هو مو بشيء اسوأ بالمعنى انه بالنسبة للتشغيريين سيئة كتفنا انه 8 MC Neuro 8 MC من الطالب ما يطلبون الا تقريبا 2000 CS من المعنمين بالاسم انا ادراست مع عبد الريخ ما اخوار صحة أبو مالح ما اخرى قلل عبد الريخ لا تجيب لي فهد مالح ولا تجيب لي محمد و مالح ابو عبد الريحمن ابو عبد الريخ طبعا هذا شيء نفسي اجبت أنك يقول ميصف كдеك فهي مまずك شيء نفسي شيء مبونا كمستري يوجد شيء بين أي مدرس اتذكر أني أتذكر ما عليك هذا ما عليك تتحكم فيه وانا ماني بزي أوبا كتفنا ما حنب أوبر كريم ترى معانا قدنا فلوس المستثميني لأول مرة كنا نقول حنب أوبر فإدكيشن حنب أوبر حق التعليم جيناها عقوة سنة قلنا الله كتفنا ما حنب أوبر واحد منهم مؤسس كريم بمشكلة حتى ياب شاف كنا نقول أوبا قلاء أنتم كريم حق التعليم قلنا يابا كريم أعطان فلوسك بس أعطان فلوسك بس وما زال يعني بالمؤمنين بالنغل الله بسي بالخير لكن رجعنا على عقوة سنة قل لي يا جماعة لا أوبر ولا كريم ترى كلها غلط ميش اللي حصل؟ صاروا الطلابي توقع أنكم تقدرون عش أنه يطلب؟ ايه كلنا ممتازين عشرين تعني أجاك معلم بس جاء وقت الزحمة وقت الاختبارات مذاكرة ما عاد نقدر نوفر معلمين كويسين والطلاب جربوا معلمين معينين قالوا ما أنا بغلى ذولي ما يهم من المية معلم الفاضي إذا ما أبغاهم أنا ما بغلى نحن مماله طيب فقلتوا أنه إحنا محنا أوبر و كريم ايه كتشفنا أنه لا ما عاد يصلح أوبر و كريم حصة الطالب مع معلم الحالة ما يصلح تحولنا شركة نقل جماعي ما عدن النباسات ايه والله يالله عايش يوحش ايه من ذلك دائما ما عاد حصة فيها طالب واحد صار حصة في حخصي الطالب طيب بس كل واحد بيجلس يقول عيد لي جدنا نظر حنا خفنا لأن الطلاب دافعين أنه بيجيني منظور أوبرا كريم بيجيني لكسز و يشيني الحالي فاجأة قلتوا لا يموي فلوس تكتب يجيك باص معك خمسين واحد و ممكن باص راح للبطحة و ممكن باص راح للبطحة و ممكن راح للمطار ترى ما نشغل فيك لو فعلا مدرس اليوم أنا الساعة السبع موجود و أنت بو يحص الساعة خمس ما علي منك القطار مشي الساعة سبع لا والمشكلة أنت و الدرس السابع في باب الثالث رياضياته والله الدرس الساعة اليوم في الدرس العاشر في باب الثاني مشكلة هذه أي والله أننا خفنا و أذكرها زي بس وش كان بس وقتها سواء هنا أنا برجع كذا كل وقت يعني ما أتوقع أني أنا مثلا إذا أنا باخد على ثمانية ما أتوقع أني إذا بسوي أي تغيير في الشركة أي و أنا والله ما أدري بشي لي بصير يعني أكيد أني أنا داري أني شوان بضبط الفكرة و أنه هذه الخطة منطقية خصوصا إذا برا بحاطة مثلا المجلس إدارة أني بقناحة أن هذا التغيير صحيح أنا ذاك ما ينفع بس هذه وهذه مشاكل وهذه حلولة فأعتقد أنه كان عندكم تصور وقتها قبل التغيير ما تشوفون أنتم مشاكل وقتها صح؟ يعني شايفين كل شي بحلولة ما تشوف التغيير اللي متأكد منه التغيير ما كان وليد جلسة على مندي ولا على بخاري كان معرفين طالب جلسة معرفين طالب لا الورقة هو معرفين طالب يعني جلسنا وعلموا أنا قالوا ملل أنا ما أنا متحفز أدرس وعلم في ديوات ما يبقى على هذه المشكلة هذه وكان عندكم برضو العرض والطلب والعرض والطلب لا هذا تكلم عشان في ديوات سأطلع إلى المباشر كان فين طالب سألناه ممتاز قالوا أنا أبغى أسأل أنا ما نفعه أقول نيضا حطك مباشر ممتاز جاءتك المشكلة الآن وطبعا هذه مشكلة جيدة لأنه معناته سوق كويس الناس تبغى احنا نسمعه جيد براغم توعابي مشكلة كويسة تجيك هذه ما هي مشكلة سيئة أحلها يا مدير تعال حلها فأنا ما أنسى كدك اليوم أنا إنسان أحب البر وما أنسى كان جمعه طالع للبر لا أولا كان خميس كان لكيام خميس الوكيد واتصل علي مدير تشغيل عندنا طبعا خميس اللي هو استردت اختبارات قال ترى عندنا ستين في مئة من الطلاب اللي يطلبون الآن الحظنس معانهم مدرسين ماذا نفعل؟ مدافعين فلوس كم نشتراك؟ كان الظاهر ساعة مئة وعشرين ريال فأنتأخذ اشتراك عشر ساعات أو عشرين ساعات شهريا على حسب التبيع فكان مو بسهل مبلغين أنا مشكلتي مبينة اشتراكات مشكلتي الطلاب عندهم بذاكر أنا بديت نون عشان ساعدني بذاكرون أنا مبقعد ذاكرون انتهى موضوع يعني بالنسبة لي مشكلة قيم مو مشكلة بزنس فما أنسى الموقف والله كان قاوسات المغرب فأقول طيب ماذا نسوي؟ نقدر جيب معلمين؟ قال يا رجال لو جبت لي ألف معلم ألفين معلم زيادة وهذا مستحيل أنا عندي مئة طالب وش يسوي؟ الأول مشكلة الأعمق يعني ما هي بمادة ولا مادتين يبغر يغضيات ثاني ثانوي وما يصلح مدرس ثاني ثانوي يدرس أولا ثانوي فأني ما هي بيكفي أن يجيب ألف مدرس لا ألف مدرس في إيش؟ ولو جبتهم السبب تخلص اختبارياضيات شو يسوهم باقي أسبوع؟ يعني فمشكلة عميقة يعني فسبح الله كانت المشكلة هذه هي سبب شيء من أكثر أسباب تحول النون إلى أنها تكون من أكثر شركات نمو المشكلة ذيك وش اللي صار؟ والله لألك كان هذاك المغرب وش اللي صار؟ إنه كان الخبر النوم رجعت من البر؟ ايه مباشرة ما كان ذكاء مننا لحل هذا بقدر ما هو كان مشكلة لازم تحلها قلنا ما لنا لحل واحد مين أكثر من المعلمين يحبونهم الطلاب قالوا فلان 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 كلموهم يطلعون حصص مباشرة بس بعوقات محددة نظام بساطة لان وقلوا الطلاب ترى الآن أنت تطلب ساعة ثانتين مثلا ساعة ستة المغيرة ما في مدرس الآن متاح بس ترى الساعة السابعة في حصة ما بتكون الحالك؟ ما قلناه ما قلناه قلناه في حصة حاطينها مستحين خايفين طبعا أنا ما عندي حل الآن أنا ما عندي أي حل ثاني وحلنا مستعدين رجع فلوس الناس ايه الحين أنت تتكلم عن حل صار يوم السبت خميس الخميس عم جمعة فعال المباشرة الآن لازم نزل الحل هذا طبعا نحن كان نظامنا عن طريق الوب ما هو عن طريق الموبايل فأعتقد يعني تدف على طب بسرعة تكلمنا معلمين بسرعة 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 تطلع صار بدأ ما تطلب زر كنا نسميه فزعة لذلك اليوم المنتج هل اسمه فزعة اللي أبو معلمة الحين في زر جنبه معلمة موجودة بس ساعة سبع موجود والله طلاب ما جاي دعم فني جاكم أحد زعلان تويتر فتحنا تويتر خايف يدعي للنظام ويطل وخايف والله الوضع تمام يعني قدروا أنه ذلك الأيام كنا نسوي باليوم الواحد 14 دقيقة تقريبا تدريس مباشر باليوم إذا ما نبواه الرقام ما تعظني بشكل دقيق يوم طلحنا فكرة أنه لا حضر ما معلم تحبه مع عبد الرحام ممارح بس ساعة سابعة موجود حينصبر حبيب اليوم رقم 11 من إطلاقة خاصية هذه وصلنا عدد دقائق للدرس يومي على المنتج هذا اللي مع عبد الرحام ممارح الباص مئة وثمانين ألف دقيقة في اليوم طبعا بالنسبة لنا وش ذاللي صار ولا والناس مبسوطة ومعلم مبسوط بعدما طالب واحد يتفعله بالساعة صار خمسين طالب يتفعله بالساعة بنكر معلمين فقلنا لا دقيقة في شي غريب نحن نضحنا على شين مدروا وشو هلوين أي خلي اختبارات تقضي الليله كانوا فترة طوارئ خلصت اختبارات طلنا وشجاهم معقول أحد دافع على خدمة اني جيك لكسز عند باب بيتك واني جيك لتابي يعني هذا كمثال بتقريبي اني يقول له لا في باص وتوافق وتنتظر سبع ساعات سنتركبوا الباص ودعوا مع خمسين واحد غيرك لا في بعض الحصص في حضارها متين خمسين طالب ويدرون ان في ميتين وخمسين يدرون يدرون ايه هذا غريب طبعا في مكان يتكلموا مع بعض ويسألوا معلم واني آخر هيواء ارجع للحبيبنا العلمين نفسه بيرتعلك فيها سألنا الطلاب تعال جبنا الطلاب كلمنا الطلاب ورسلنا الطلاب وش اللي خلاك تدفع على شي متوقع ان يجيك معلم لحالك تروح تترك الخيار دافع تروح تختار معلم على الطلاب واجد غيره وفي وقت مو بالوقت اللي تحبها انت ولا المحتوى الاجابة شبه موحدة انها ممتعة اكثر اني احضر مع طلاب ثانين طب ان تعلمت كليه تعلمت نظرنا التقييمات 4.8 من 5 الطلاب يقيمون الحصة نهاية الحصة الطلاب لا يحضرون عدد الطلاب اللي يحضرون اصلا صار اكثر من لو حطناها حصة فزعة على براتهم حارك مع مدرس جينا نرجع نسأل نفس الشي متع لا 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 بالعكس انا شعور في ناس غيري يذاكرون معي يقول كده كده يقولون الطلاب ترى شعور رهيب ما احس اني قاعد ذاك رحاني انا ولما اجي بسكر بطلع اشوف الناس قاعدين مازارهم لا لا ما افضل ابقى بكمل ها ارجع للتحفز الحافزية وبعدين تعال ترك هذا الدرحام المالح المدرس هو بي مدرس شكرا انكم حطيته على الدرحام المالح هل كنا مخططين هل كنا ندري عن مشاكل نتوقع المشاكل بس وش نون تحلها ما كنا ندري هي جزء من الاستكشاف حقك هي زي الغابة داخلها انتدري ان قدامك أربع شجرة بس ما تدري لولاها بحيرة مشكلتك أربع شجرة حل فكني من أربع شجرة دائمين تفاهم العقبة على قولة في مثل يقول يعني اعبر الجسر لما تصل لا تفكر بشوان الجسر العقبة باصله طبعا هذا جزء من يعني التخطيط في حيات الشركات الناشية مستحيل يتخطط أكثر من سنة خاصا في أولئك سنوات لانه في الغالب ستغير نموذج عمل اللي إذا انت قاعد تقلد نموذج عمل المثبت سابقا مثلا كريم لما بدأ مع انه بسوله يعني تحديثات كثيرة انه خلوه المحلي أكثر بلغة المحلية والآخر بس نموذج عمل واضح اطلب وتعال وهذا المبلغ وهذا الكميشن وهذا الاخره فالتغييرات قليلة بينما قطاعات او شركات اخرى مختلفة خاصا بالنسبة لنا في التعليم ما كان احد ناجح في نموذج عمل نقول هذا النموذج انا بسوي مثلا حين لما سوينا النموذج المدرس يدرس طلاب كثير كانوا في الهند وفي الصين لسه قاعدين يسووا نموذج المدرس يشرح الحاله بعدنا بسنتين 2019 تحول النموذج الواحد المدرس يدرس طلاب كثيرين والان في اجريكات طريحة حتى في بورسة الأمريكية معتمدة عن نموذج المدرس يدرس طلاب واحد وبدأنا في 2017 حين سوناه في 2017 هل ذكاء مننا لاه والله الا والله كشتح قتب خميس جانا ما فيه مدرسين وانا اقول لها منهم ما لا هايط ولا شي ولا لا كان ذكاء ولا شي باش اللهم انك نقريبين من الطلب وكشفنا وش يحبونا وسبح الله زنقه طلعت منها يعني فائدة يعني طيب بس الان هذا هو نفس المحاضرة العادية في المدرسة سواء كانت حصة مدرسية او كانت محاضرة جامعية نفس الشي هم طلاب كثير ندرسوا واحد بس برضو زهقانين طفشانين والدافور هو الي جاوب هذاك ما يبوي جاب وشي اللي يخلي المسألة تتغيير الله يفتح عليك وهذا الان وصلنا للتحول الثالث بقى الرابع فحنا توقعنا ان اذا جبت الدرحان ومالح خلص حلت مشاكل الطلاب بدأ الدرحان ومالح يدرس حقنا او غيره من المدرسين والله الحظة صار يحضر هنا ألف طالب ولا تعال ألف طالب قسمهم في ناس ما يفهمون شيء بالأساسيات تأسيسهم ضعيف ما طلاب دوافيري نفس مكان بدأت تطلع مشاكل بدأت تطلع رجعولي في لؤسي المعلم ما يحتلمني لماذا يا حبيبي؟ أنا سألته سؤال ما تقوم عليك وش سؤالك؟ اوه الدرس عن مفيدة غرس عرفت؟ من حقق هذا الفئة اللي نخدمها من 90 مئة من الطلاب اللي أصلا عندهم مشاكل التأسيس طيب شون تقدر تخلي الطالب من ضمن مجموعة كبيرة من الطلاب حاضرين متفاوتي أساسيات التأسيس التعليمي متفاوتي الخلفيات التعليمية حتى يعني في بعضهم مدارسة عالمية في بعضهم مدارسة خاصة مدارسة عامة قرى مدن إلى آخره يقدرون يحسونه أنهم قاعدين يحصلونه نفس الفائدة ولما يسأل يحصل الإجابة والمعلم ما يتنرفس حتى المعلم ما يعلمه يسرع شيء يجيك واحد يسأل عن أساسيات مدرسين قبل خمس سنوات لما المعلم يوقف هنا يشرح للطالب هذا من لي بيزعل؟ اللي يفهمي الأساسي عكس الشيء شرح شرح شيء ما يتقدم من لي بيزعل؟ وبين وبينك هنا جات يعني هي مرحلة كذا دائما سبحان الله هنا وصلنا المرحلة شكل مدرج عمل هذا ما مضبوط حتى جدنا تساؤلات كيف أضمن الجودة؟ كيف أضمن نواسج التعلم؟ وأذكر كنت تتكلم في محاضرة كما استطايفينني المجلسة التنبيذة حتى دائما كسعود تتكلم عن النون فجأني سؤال ذكي من أحد الطلاب اللي كان مدد في المجلسة التنبيذة كيف تضمن؟ إنه مئة طالب ومئة طالب حضرون لماذا تتسعلم حقتهم كويسة طبعا أنا أول سؤال جاء بالي ما هو إجابة أول سؤال طيب وش فرق ذلك عن فيديوات كنا حطينا منور كل الناس تقول لها وحتى وزارة التعليم تقول إن فيديوات ما أحسن فيديوات حتى فيديوات أردى فيديو وعلاقة ما كدر أسأل حتى وشون تضمن نواسج التعلم إن فيديو شافة مليون طالب وشون تضمن إنه نواسج التعلم كويسة؟ فهذا كان سؤال جباري ما عندي إجابة للرجل اللي يسألني صراحة يعني الطالب يعني ما كنت أدري ورا كنا ندري ما حد يدري وشون تضمن نواسج التعلم كويسة في كلاس أو في الدرس في مئة طلاب ورجعنا وكان برضو من المشاعر السيئة ذي كفت رأي طيب إن الآن ثالث تغيير خلص ويوم التغيير هذا كان كويس لما كان عشرين طالب يحضر لما وصلنا مراحلة في مليون طالب في المنصة ومدرسين ما زالوا ستمية خلاص ما علم بس إنه ممثلة عند رحمة ممارح يعني لا أنا قصرنا مراحل إنه الحظر سيحضرونها ألف طالب ثم مئة طالب هذا الفين تسوء الفين وعشرين كلام ذا طيب إيش معنا تكرم هذا معنا تحن شركة غير قابلة إنه نخدم طلاب ملايين أو في كل أنحاء العالم ورجعنا للمربع الأول لازم أجيب عشرة آلاف معلمين وعشرة آلاف معلمين الكويسين غير متوفرين آي فكانت من أكثر الحظاثة ما أحبتها آآ وصراحة يعني كانت يعني مرحلة ما عاد عندك ستة أشخاص في الشركة تروح تساحرهم وتعطيهم طب طب عليهم الآن الشركة صار بها فرق وذاس وناس ما يعرفونك كزين ووثقوا بالفكرة وجو والناس في دولة ثانية ووائلا ومدلسدارة ومستثمرين آآ فاللي تغير علينا الآن أنه سرعة التحول كما قلت أنت بتغير فنجان الآن غير لما تغير أو ثمانية حتى غير لما تغيرها في 2016 فرق وحين أنت تروح تتكلم عن مورو تريسي وتتكلم عن ربير وش ما عندك مشاكل كثيرة ما هو زي أور كلكم ثلاثة في مكتبكم في المعذر ويلا وخنغير ما هو ما هو صعب وهذا جزء من النظر اللي الواحد ما يصل له المتأخر أنه يفهم مرحلة اللي هو فيها كشركة كشركة والمخاطرات اللي ممكن تأخذها ومين تحتاجها لنك فأول شي سويتها ردعت لك ثلاثة شخاص اللي اهتم فيهم فعلا ردعت لها طيب لو سويت كده شو بيقولون عشان أكون عند صالح ذاتي يعني مع نفسي ونفس الشي يعني مع شريكي طبعا الموضوع أقين ما هو موضوع على بخاري وعلى مندي يقرر الآن الموضوع عندك هذا المعطيات معنا المخاري جيد ايه مع المخاري جيد معنا خليك والله ما تبكر زين خاصة مع اللباني وش كنت أقول تسألهم كيف وش كنت أقول تسأل ثلاثة وش السؤال اللي هي وش يسوي اه وش يسوي يعني الخيارات عندي يا ما أني أتقوق على نفسي ما أكثر الطلاب خلاص أنا أقول أنا برجع مرة ثانية للدوافير أو للناس متحفزين لأنه ما عاد أقدر أسوي حصص أكثر 20 ما قدر أجيب معلمين ما قدر أجيب معلمين فكانت الآن نحنا انتقلت المشكلة ما كان دخل معلمين خلني أبو عارف ما كان لما كانت حصص شخص الشخص لا لا يوم صارت ايه لما كان شخص الشخص ترى ما كان كثير دخل معلم يعني اللي كويس أربعلاف بالشهر أربعلاف بالشهر لما تحولوا النموذج هذا في معلمين الآن السنة هذا بيقفلون على دخل مليون ريال بحق السنة كلها لأنه الآن صار يدرس كمية من الطلاب وبجودة عالية طبعا هذا لما سوينا الحلقة الأخيرة من أولا بقولك إياها بس أنه خلاص نقدر يحللنا مشكلة عالية بس حين الآن وصلنا الآن في السلسل أنه وصلنا مشكلة طيب كيف ننتقل من الحين عندكم طلاب كثر أيوة فانتقرض المشكلة من الطلاب إلى المقدمة خدمة ما عاد عندنا المقدمة خدمة كفاية تخيينك فتحت شركة تاكسي وانتملزم الناس ما تجيب لهم إلا ليكسس وليكسس في السعودية كلها الف سيارة أصلا جوك ألف عميل أوكي جوك أمية ألف عميل يعني أنك تقول أنا ما عادني بالليكسس ليكسس وبجيب لكم سيارات ثانية أقل وهنا تغيرت نموذي تعمل وغيرت تسعير وغيرت حتى أنت مين أصلا غير هنا التوقعات اللي أنا جاي عشانك أنت واعدني بواعد تفترضني أنك تلتزم بالوعد قيامنا كشركة أصلا كمؤسسين نحن بديناها نبغى نحن مشكلة التعليم ونحن مؤمنين أن مشكلة التعليم تجيب معلمية كويسية هذا ما أنا أنا بقعد أوصر لك بيتا من بيتا من ألف البق من نقطة ألف نقطة البق لا أنا أنا قاعد أعلمك إذا معلم ما بزين لا أحبيب أسكر لا أعلم أكمل فكارة من أسعى بلحظات كثير من الزمال ما يدرون أنه كان هذا النقاش كيف يمكن أن يجعل المعلم يدرس طلاب أكثر بنواتج تعلم ممتازة وبتحفز ذاتي عند الطلاب مستمر ويعني بجودة أن الطالب ما يقول ما في حد ما يجاوب عليه كان عندنا هذا سؤال مليون صعب ولا أحد يتحل المشكلة إلى الآن طبعا كشركات تعليم ما هتحل المشكلة كيف يمكن أن تدرس أنت لو أتحداك الآن تفتح زوم وأي أحد يعني يجرب حتى عنده أخوان صغار أو الأطفال احضر كلاس في 15 طفل وشوف الحفلة المعلم مسكين احضر بس استمتع كيف معلم ما يقدر يدير يعني الموضوع صعب جدا فالتقنية الوحدة لن تحل المشكلة من الأخير والله لا زوم ولا غيره اللي هي مشكلة أن المعلم الكويس تحتاج أن يدرس درس طلاب أكثر وبنفس الجودة فرجعت المشاعة مرة ثانية الخوف رجعت القائمة الثلاثة أشخاص سؤالي الأول اللي يتبادل للذهن يعني هل إحنا أخذنا مسار خاطئ؟ هل إحنا ما كنا نفكري صح؟ وكان في بعض الزملات كياء جدا صراحة كانوا معنا كانوا يتحدون أنا ومحمد يعني أن هذا الشيط طريق خطأ ومن حقهم وأنا ما أصلت وبالعكس حنا جزء من ثقافتنا عندنا لا تحن نتكلم وما كنت تحدى فهنا طلعت أوه دقيقة شكرا يقولون ليش طريق خطأ؟ يقولون مفروض نموذج عملا نركز أنا المعلم يدرس طريق باحث كلموذك ربحية ممتاز ترى ولا يحتاج تخدم ملايين بطلع بس خلاص يكفيك السعودية وكذا وانسارفت كل زاوية في العالم من زا ما يحتاج وتبتتلع ترى بتجيب فلوس ما عندك مشكلة فبدأت ترجع دقيقة نموذنا خدنا خطأ مسار خطأ موه وقته حين ثالث شركة ثالث تحول في الشركة الأخيرة أصلا وبعد فيها كده يعني يعني كان طيب أوكي خطأ آمنى بنا ما تفعل ما مسارات لقدامك المشكلة الآن تغيرت انه فرق عامل كبرت إيمان الناس بمشروع متفاوت ليست كلهم من الناس بجيء من أول يوم في ناس لمهم جالي قبل شهر في ناس جالي قبل شهر في ناس جالي قبل سنوات فينا سمعت من الشركة الأولى أصلا أو الثاني فعندك يعني لا ما عدت كده تقول أو عندكم القمة اللي بعد كان ستة أشخاص تعزب بخاري ومورك زينة خلاص خلاص موظل فهذا كان أول تحدي تحدي ثاني كان عندك المستثمرين وجزء منهم أنت قلت تقول لهم أنا أوبر حق الديكيشن وان توان فترجعني محين تقول لها ترى غلط والشي ثالث يعني إيمانك بنفسك أصلا هل يعني يعني هل أنت قاعد يعني أنت قاعد تستكشف غابة مع أنك كنت اللي تبدأ في قطاعات ثانية وتنسخ لموذج عمل سابق وقضينا من 2014 ليش قاعد تحوس يعني ذكرنا يعني بأول أيام أوبر لما كان في سان فرسسكو 2010 في 2011 لما بدأوا شركة الميزينات الطويلة واللميزينات الفخمة وقعدوا سنتين يخبصون ويجمعون بعد يغيروا إلى مدر إيش والناس ما يشوفون مراحة يشوفون أن أوبر ناجحة اليوم رح سوى وترى ترى سهلة ليش أنت قاعد كل السنوات تفحض ليش ما كتشفت أنه شوف أوبر ناجحة قاعدوا يحوسون عشان يكتشفون شيئا أنا شفت قمة الجبل الأخيرة ما تدريوش اللي صار تحت فجانا الشعورة هل أصنحنا فعلينا قاعدين نستكشف وترى السؤال ذا مصيري خطير أيه ما هو سهلة سؤال وجودي يعني تذكر يعني حتى بالقيت يوم بدأ مايكروسوفت وطرع من هارفورد أيه بعدين رجع الهارفورد يعني ظن أن مايكروسوفت ما توكل عيش صحيح ما يعني خاصة لما تبدأ بشي بدري يعني يا حس هذه مراحل التردد وأنك أنت تشك في الانتجاه السوية هل هو صح أو لا يعني يعني ما أخفيك أنها كانت من أصعبة مراحل في اليوم صراحة في اليوم عشرين لأننا حرقنا فلوسها مساء ثمانية باربع شهر أيه طبعاً لأننا خدمنا ربعائية ثمانية لا في دولار يعني وقتها خلصت لا وجدنا على صيف صيف لا في مدارس فلوس والآن كنتشيخ نموذج عمل اللي انتم أخذ عليها فظلاً ما ينجح تحتاج فلوس عشان تبني نموذج عمل ثاني تحتري الترمي يبدأ بعد ذات أشهور يعني قد نامك الآن واد يموت جفاف من الفلوس والجفاف من أي يعني تأكيدات أن النموذج العمل الجديد اللي بتستخدمه جيد مع الطلاب مو بجيين نكتبنا على سبتمبر ونت الآن جو باي فهذا البهارات اللي فوق السالفة يعني ترى يعني عند الشي اللي غير المشاعر وغير نموذج عمل وغير الفرق شوان تقول لهم مستهدنيني فكان منا صعبة مراحل وكان أول مرة تعرف اللي يقرأ كتاب الطفقة تطلق نفس الوقت ونسيت بطاطس وعني بطاطس لصلاً ما احتاج بطاطس كنا هذا حياتنا ما قد نسوي يعني حتى رحنا الهند رحنا الامريكا رحنا نبغى نلقي مع شركات تقنيات التعليم يا جماعة ماشي سويتم ما لقين أحد وصل المرحلة هذه الناس ما زالوا عايشين على الفيديوهات اللي حنا سكناها 2016 طب والشركة الصينية اللي كانت 2017 بديوا يسوون اللي شخص اللي هو فزاعة اللي هو المدرس اللي مع مجموعة حنا وصلنا مرحلة هذه ما تشتغلوا ما تدوروا عنها تقول تدوروا عنها الآن طبعا في شركة أوتسكول اللي يتابع الحرق الآن أوتسكول من أوتسكول الشركات أعلن للمؤسسهم وأنا من الشركات المعجب فيها شركة تقنية التعليم تقدم دورات أونلاين للطلاب بعد المدرسة الكودينج والشعر والرسل المدريل وعندهم شرف 200 دولة شيطانين أعلم كل فخر أنهم تقولون أنهم موذج التعلم الاجتماعي حنا موذج التعلم الاجتماعي كتشفناها 2020 مدن فيه ونتوهم علم قبل أسبوع أنه حصص اللي مع الطلاب بدون تعلم سمع ما تمشي معلم لن يستطيع درس أكثر من 20 طالب نقطة آخر السطر قده مني أونلاين نقطة آخر السطر اللي قاعد يصير في الجامعات مدرس يدرس في زوم 300 آآ درس في الجامعات آآ شو غلط مثلين مثل تحط فيديو للطلاب حط فيديو ترى أزين فيديو عراق الممنتج و ما هي مشاكل ما فيه سك الكاميرا هذا في شتغلت كذرت عرفت والمسؤول عن كلامي ترى في كلام هذين لن تستطيع دارة حشود أونلاين وتقدم تعلم كافي فيه أخذ عطا إذا تجاوز عدد خمسة عشر عشرين متى الموضوع فهذا كانت مرحلة اللي قالنا طيب شو نسوي رحنا بسافرنا وقابلنا وسألنا ما لقينا أحد لقى حل للمشكلة معلنا نرجع للمختبر حق طلابنا حبايبنا نرجع لهم كنا ذاك الوقت كنا في السعودية ومصر شغالين كدولتين إلى دولتين وكان قبل كورونا قبل ما تجي كورونا كان عام 2020 ما في فلوس той مرحلة هذه أورا قبل كورونا كبر editor أفي ثمانة شهر لسا ما بدك كورونا لسا ما بدخلنا جديد التمويل الجديد الحق الديولة الكبيرة رجعنا قبل الططلة هذا كان صيفا pas هذا صيفا pas نعم فقبل كورونا 88 شهر تكريم رضي على ناظرنا كيف ممكن نخلي المدرس يدرس أكثر من 20 طالب والطلاب ما يحسون أنهم لم يستمع لهم ولا لم يجاوب على سلاتهم ويحسون أنهم ما زال متحفزين فأخذنا صراحة أنا سميه مجازفة أو بت أو رهان على مسار ما حتى قد سواك خلطنا خلطتين مع بعض متناقضة خلطة أن المعلم يشرح الطلاب شرح زين وخلطة أن الطلاب ينحول منصة إلى منصة سوشال ميديا منصة اجتماعية طب أول سؤال جانا لما طرح لفكرة طبعا بيسول فهم مو بنتبهين للدرس بي تعرفون على بعض مهم جيدة طبعا كان موضوع خطير ما قاعد تحطي شيئين وحتى الفئة اللي انت عامل معها مراهقين والصغار السن فأنت برضو مسؤول عن يعني جزء من التواصل اللي قاعد يصبح في المنصة ولكن ما كان عندنا القيار ثاني ما كان عندنا الفكرة ثاني خلطتنا أربع شجرة حق تغابة الآن قدنانا بحيرة ما سيحة لا تسوي صراحة ما في الله الخيال هذا باسم الله حقه عملية يعني كانت ما عندنا هي طلقة واحدة قدامك وطلقها يأتي تصيبها تخيب ما فيه في حد عنده حال ثاني ما حد عنده حال ثاني فوقنا الله فكان الثالث الشخاص اللي قلت لهم هذا بسار شريكي نفس الشخاص اللي يعني آتك في رأيهم شريكي نفس الكلام social social خاص بس دقيقة الحين مو في النموذج السابق كان فيه انو الناس يعني فيه شات بس ما يتعلمون من بعض يسألون المعلم معلم يشوف يتحوشون بالشات يعني الأشياء الطبيعية بس ما فيه المعلم ما زال هو مسؤول يرد على السبت الطلاب هو المسؤول انه اي احد يسأل يجاوب عليه اي مسؤول يعني ما زال المعلم هو محور التعلم طبعا كلها مباشرة يعني حصص مباشرة سؤال شاني الله تعلم اجتماعي وشو تعلم اجتماعي ما ندلوش تعلم اجتماعي بس هنا ندلوش انه لازم لازم خلي الطلاب يفزعون مع المعلم هذا ما بدأنا ليش انت عندك 200 طالب في الحصة من يسأل الطلاب من الطلاب اصلا فعلا يسألك شافنا ما فيه 8 في 100 من الطلاب 8 في 100 فقط من الطلاب يسرون سر هم هذا لها اساس علمي أو 8 في 100 فقط يعني سبحان الله بشكل عجيب يعني من الحصة 8 في 100 فقط من الطلاب يحطون سؤاله ويسرون سؤاله 900 من الطلاب يعني يستهلكون المعلمات وكذا فقط وهذا ترى لها شيء مشابه في المنصات التواصل الاجتماعي مثلا في تويتر اللي يكتمون تويتات أو تغليداتها 800 إلى 900 فقط من الناس واحد 900 من الناس مستهلكين يا يسوري تويت يا يقرأ أنا واحد منهم وهذا شيء غريب يعني ترى فالكرياترز أو اللي صانعين المحتوى في المنصات التواصلهم كذا لدينا 8 في 100 من الطلاب يستهلكون سؤاله تقدير تعرف منهم نقدر نعرف أحسنت نقدر نعرف تصنفهم على مثلا الدوافير النوعين أما الدوافير عندما دواس إلى زيادة على الشريح أو ناس ما عدنهم ما عدن من أساسيات الناس الذين في النص ما عدن طبع ميزة الأونلاين أنك لا تستحتر ما تزيقاعة في الكلية أو في المدرسة تستحتر في يدك الناس من نظرك وش سؤال خائص ما عدن يعرفك اسمك عين ميم عاد يسأل فهذا يزيل قناع الخوف أو قناع أني مأساسة رغبية وهذا شيء جيد محفز تسأل في الأونلاين وقارنة الحضورية حضورية فيها نظرة الناس لي فيها المعلم يهزئني ما عدن ما عرفك من أنت فكتشفنا 8 في 100 يسألون وفي الغالب الأسنة متكررة حتى هي نفسها تسرح درس عن الكاث هذا مش بسأك جمل محف يكيد عن درس عن هذا فكتشفنا الأسنة محددة في إطار الدرس و8 في 100 فقط يسألون فكتشفنا مشكلة ليست بالعمق اللي كنا نتوقع ليس كل 100 في 100 من الطلاب يسألون الأسنة أصلا ما هو زي الضجيج لكني نسمع ما أحد يجاوب أسألت طيب هذا أول نقطة كويسة وشال النقطة الثانية شافنا أن الجزء من يسألون الأسئلة قادرين يجاوبون على الأسئلة ثانية أصلا اللي يسألون سألون متقدمة عندهم تأسيس قادرين يجاوبون على الأسئلة ثانية بالعكس يمبسطون يحسون بالتقدير والاهتمام لما معلم يقول قم جاوب على السؤال هذا الدوافير تعرفه طيب تعال ولا أستخدم الدوافير يجاوبون الطلاب تعلم مستماعي يلا لماذا لماذا يجعل الطائع الدافور يشرح لماذا المدرس يشرح طوال الوقت لماذا يطلب المعلم يكون متاح لما جاءتنا المشاكل لأن المعلم ساعة 7 أبغى ساعة 8 أبغى ساعة 1 بالليل طبعا الأعلى وقت الطلب عندنا ساعة 1 بالليل بساك مرة أخرى طلاب سعودي يعني بسعودي بسعودي مصر مصر ما شاء الله ساعة 3 وأربع فجر يعني ما ينامون فطلاب معلنا ما بقعد لك هذا اشكالية ثانية طبعا ما تتكلم فشأن تعلم المستماعي قد يحل جزء اشكالية للمعلم فصارت الحصص عندنا مقلوب حاليا حصص مباشرة معلني مشرح لك خمس دقائق على مفهوم مثلا المحتوى الكأس وشو أصلا مثلا بعد خمس دقائق يوقفه النظام بدن يطلع يقسم الطلاب السيستم عندنا يقسم الطلاب إلى مجموعات ويحط دافور في كل مجموعة أو واحد كويس وتلقائين يتم الشيء هذا حسب مستوىك التعليمي إلى آخره تدخل خمس دقائق التالية يجيكم سؤال عن اللي يشرح لك قبله شوي من السيستم تكون واحد جاوب الحال أنتم مجموعة خمسة واربعة خلصتو يلا اللي جاوبه صح يشرح البقية اللي جاوبه صح وهذه فرصة لأن الطالب يسأل أسئلة ويسألها مون قدام 200 طالب أو 1000 طالب واللي قدام معلم يسألها قدام طلاب مثل ويشافنا الطلاب يرتاحون يسألهم طلاب ثانين بل أكثر من الضيار التعلم أنه 700 من تعلم لو متقسم إنه إنسان يتعلم من من 700 من تعلم يتعلم بالتجارة اللي حكت الناس ثانين اللي مثلك 10% فقط تعلم أني أحد يعلمني ومون بس في التعليم الأكاديمي حتى في الحياة يعني جزء كثير من تعلمنا للغة تعلمنا للمبادئ تعلمنا حتى المفاهيم وغيرها قد نشوف الناس والناس وش كتبه وكتبه وش تعلمه وقصصه ف والطالب اكتشفنا أيضا أنه يرتاح أكثر لما طالب ثاني يشرح وأنا أذكره في الجامعة أنا أكثر شيء كنت أذكر أستفيد منه لما نقعد بالكافي حينو الشباب بعدما حاضر أفهم من المكتب الدكتور لأن ما استحسألي يا أخي شنون جبتها يا أخي ما فهمت علمني أبدأ أحس بشعور أنه لما يكون أحد ثاني مفاهم وأنا فاهم أشعب ثقة بنفسي بس هذه ما تحصل لما معلم يشرح بس تحصل لما يكون خمسة تناقش ولا هذا مدقر بشيء واضح لي أوه والله شيء فهمتري ما كنت تتوقع بس احضر في حصة ولا في كلاس في كلية خلت دافوري أسأل وانت ما تفهم شعور يا شيخ سيء جدا فهذا صار تعلم جزء من تعلم اجتماعي عندنا فالآن كان عندنا مية في مية من وقت التعلم في نون يحدث أن المعلم يشرح لك اليومي وصلنا يعني من كان 180.000 دقيقة كلنا في اليوم تقريبا وصلنا قبل سنة وصلنا إلى تقريبا مليون دقيقة في اليوم وصلنا اليوم احنا نتكلم على 5 مليون دقيقة في اليوم تعلم مباشر في منصة وكل الدول ومازال الرقم بتصاعد ان شاء الله وبنقفل أكثر من مليار دقيقة التعلم مباشر على حياتنا في نون كلها بدل كان 18 طالب في اليوم كتدرس كلية وصلنا مرحلة الحمد لله توفيق الله وجهد الجميع صراحة الآن كان 100% من وقت الطالب في منصة 2 يتعلم من معلم حاليا وصلنا تقريبا 21-22% من وقت الطالب في المنصة يتعلم مع أقران مم مم معلم والـ 80% من معلم ما زرت مع معلم بس 20% صارت حافزيتها للطالب أكثر من معلم يردع منصة عشان الناس يدرس معها لما يجي سؤال أرسل يرد علي فلان لما أحضر طلاب يتعلمون الآن مع الطلاب الآخرين وخدفنا أن ننتقل إلى 500% من وقت كذا وكذا إلى أن مرحلة مراحلة نستغل أنه يحتاج معلم أصلا ليش أخي تبقى تتعلم رياضيات تبقى تتعلم شعر بعدين مو بس أشياء أكاديمية الآن لو أسألك أنت بتختبر كيميا ثالث سنوي لو تقول لي أنا أبغى من قاعد ذاك الكيميا في السعودية ما في مكان علمك لأنه فيه موجود فيه أقدر أجيب لك 30,000 40,000 أفضال بذاك الكيميا نفس الدرس حقك الآن آه إيه هل تخلص لهم مجانا ليش لا يوجد تكلفة عليها حتى يتتعلم زيادة حتى يتتمعلم بفلوس فهذا ما زل قيمي 90% اللي ما كانوا يقدرون يجيبون الناس دررسهم مدروا الشوت مع طالب من مدرسة X أفضل مدرسة في السعودية ما ودي يقول له اسمها وطرى موجود ميش أفضل ندرس ميش أفضل ندرس مسك والله بالنسبة لي كالساندر تعلم يعني ما ودي زلح المدرسة الثانيين بعضهم بس ثمين معلوم كذا بس مسك رفعت المعايير يعني ما فيه كنام يعني أنت تقول لك تحبه أولا البيئة نتائج البيئة التعليمية لأن نتائج طبعا في مدرسة في طلاب منها عندكم في طلاب بس أتكلم إذا تبغى عن مدارس كجودة تعليم كدف تعليم العام عندنا الظهران في ناجد نموذجي غيرها في المدارس هستك قصتها بناء على طلبة من هذه المدارس في منصتكم اللي أنا عندي الأرقام هذه وأنا استخدمت البيانات هذه عشان دخلوا لدي في مدرسة مسكنية يطلع ذان الفجر من البيت عشان يصلها مدرسة لا أحد يعرف من أفضل مدارس في الرياضة طبعا يسامقا 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 الوارد لما جاء ولدي استكيله وذلك يقول بابا بابا حطني مدرسة أني أطلع من البيت عدان الفجر في الشتاء كان يطلع عدان الفجر والوارد جاء قلت مدرسة طبعا في المدرسة بعيدة فقعش رحلة بيانات كالا ش بيانات انتقاء الضيع بس شيء إنه الطلبة اللي فيها خاصة بس أنه جودتهم كويسة وعندهم حافزية جيدة فواضح إنه بيئة كويسة الطلاب العلم محبب لهم وليس المقصوبين عليه هذا يظهر معك لما يدخل الطالب من نفسه أكثر ممر لمنصة لما يدخل بدون أحد يدفه يبين لك إنه المدرسين محببينه بالمواد الأباء والأموة تحريصين عليهم إلى آخر في النهاية أنا أعتقد المشكلة التعليم مشكلة حافزية وليست مشكلة توفر محتواء كان المشكلة توفر محتواء في الثمينينات والتسعينات ما في إلا مكتبات ولا تشتري فيديوهات ولا تروح هارفرد لا لا موجود حتى كورسات هارفرد ترى موجودة بلاش تبقى تشوفها راح شوفها مين يروح يشوفها فالآن أعتقد أكبر مشكلة تواجه التعليم وأي وزير تعليم لازم يبدأ فيها كيف أخلي البيئة محفز لا تجيب لي كتب جديدة لكثر خيرك لا لا ممتازة كتبها مشكلة في المعلومات اليوم الكل عنده وصولها أي بالضبط ما يوجد أي أحد على الأرض هذه يعني كثير يعني يقول المليارات اللي عندهم وصولي لإنترنت عندهم وصولي لكل المعلومات اللي أنت وصلها وأنا وصلها كبير وصغير بس هي التحدي شلون حافزيها لأنني أقدر أقيسها يعني بتذكر مثلا في مشاهد إبراهيم في نير جمجوم كم حلقة اللي كانت تتكلم عن التعليم يعني أنه ما سألت المعلم أحسنت المعلم هو هو الأساس درحام ومالح درحام ومالح مقارنة بثمانة عشرنا في معلم اللي كانوا عندنا لا لا ما يبقى إلا درحام ومالح المعلوم ترى جزء كثير من يحفز الطالب يحب المادة يحفز الطالب أن يحس يا أخي ما يشرح لي بأمذلة كويسة لما يحسسني لمادة جزء من حياتي لما يحسسني أني أنا طالب لي يا أخي أصلاً كرامتي ولي فهمي وعادي أسأل سؤال غلط ما يحسسني ما أفهم وفيها جوارب نفسية حبيبنا أعلم النفس براثاني فأنا مثلاً عندي مادة من المواد ما أحبها إلى اليوم لأن اللي درسوني صراحها كان كويسين تكرروني بالمادة في مواد ما أسلت حبها لأنه نفس المدرسة يمكن يعني حضروها ناس ثانية بس درسوا مع معلم مختلف حبوا المادة فالمعلم ما زر جزء من المعادلة في الحافزية مو جزء مهم جداً في الحافزية يعني ما أعتقد أنه نستطيع خروج من المعلم إلا لما نجد معلم طالب لدرسك كطالب وما زال عندنا كتشفنا فيه معلمين ممتازين فيه معلمين فيه طلاب طلاب ثانيين طلبوا منهم قاموا حدد مواعيد عندنا المعلمين طلاب في مصر ساعة سبع يوم الأربعة إن شاء الله أفتح معكم كلاس طالب مكلاب طالب إيه فالطالب مع مئات حاليا نرى ناوين عقوا ما يكون فلوس وقدم ماهو مكافآت فالطالب يشحن رصيده يكافع الطالب الثاني ساعة يخذي خمسة ريال اللي يصرفها في مطعم يصرفها وكاش فبالنسبة لنا هذا يخلي الطالب حتى يتعلم عشان يكسب فلوس أو رصيد حتى في المنصة أو رصيد في المنصة بالضبط فيقدر يأخذ بالضبط فما عاد يكافعك إنك تجاوب صح وقدم ما تساعد الناس لأنه ما ترسخ العلم لما تعلم الناس هذا معافظة وسائلة ترسخ العلم أصلا ومن أكثر وسائلة خليك تنتبه عشان خلي ينتبه يا أخي عشان أقدر شرح لغيري ويعطوني رصيد هذا حافزية حافزية صح إنها مش حافزية داخلية مش انترنزك صح بس حافزية خارجية أخي ما يكو مشكلة الحافزية خارجية حطوا جواز تكريم تفوق لي كلها حواس خارجية طبيعية البشر صح طيب اللي أنت اليوم وصلتوله في نون وش اللي خلاك وش اللي تقدر تشوفها في مستقبل التعليم والله أعتقد المسار ما زال طوي يعني ما أعتقد إنه وصلنا للمرحل يعني نون الوحدة ما تكتغير كل شي المنظومة كلها موجودة اللي حنا قادرين نسوي نوفر بديل ناعتقد نوفر بديل هل ممكن التعليم الإلكتروني يصير هو الأساس بدأنا نشوف الآن في ناس معتمدين بالكامر على نون بالتعلم نعم خاصة مع كورونا ذلك كورونا غيرت أشياء كثيرة أنا ترى في لندن وريدي يدرس يعني مو في لندن يدرس في مكان ثاني والله يدرس في حيلي يا سمين وهو في لندن لا وعلى نوم يمديك يمديك إذا كنت في حيلي يا سمين إنك تدرس في أفضل مدرسة في فلندن وهذا حصل والسعودية تقبل شهادة فلندن ومديك تخرج من فلندن وهذا حاصل حسنا ممكن يشكل لتحدي الوزارات التعليمية وهش أكيد أقول لك الطريق طويل الجهات المنظمة كورونا سريعة تغيير وصار فيها وكثر خيرهم يعني تحول الرقم اللي صار أنا ما كنت أتوقع يحصل ولا سنكثر خير وزارة التعليم أنا شهادة أقولها بكل صراحة صراحة وزارة التعليم السعودية أعتقد من أميز وزارتها مستوى العالم في التحول اللي صار سرعة التحول ما شاء الله يعني مع أنه قطاع كبير كم موظف وزارة التعليم ووزارة يعني كبيرة وكذا بس سرعة التحول كانت ملفتة التحدي الآن ماذا بعد هل بيرجع كل السيول لما تخلص كورونا أو بيكون في تغير يعني مثلا في دول زي البحرين صار تقبل عادي ولدك مثلا لبناني عايش في بحرين عادي يدخل ومدسل في لبنان ومدسل في بحرين ونعاد لك الشهادة للسعودية ما زلنا الأنظمة هذه عما تصارت هل بتصير قريبة ولكده ما أدري هل أنا مشجع لها ما أدري هل يفصالح هل يفصالح ما أدري بس أنا اللي أدري أنه التعلم صار عالمي الآن تعلم ما عاد يفرق معي من البلعكس قد أحتاج أن يتعلم فيلم ميكينج أو إنشاء أو تصنع مثلا في منصة زي ماستر كلاس مع هوليوود لا ولا أخذها في معهد هنا في الرياض هل يعيب في المعهد لا ما بشير يعيب في المعهد الفرص فالآن أنا فرصة بديلة هي وممكن أن أتعلم أخذها مادة الحاسب ألي في الرياض في المعهد في المعهد سعود يعلمونك أي الأنظمة أكثر انتشار الاندرويد والآيفون أولي أخذ أدرس سوفت أدرس لغة برمجة بايثان والغيرة فالتغير كبير يعني الآن مثلا أنا بتكلم عنه مع هذا الناظر يعني أنا ما زال عند الموظفين كثير رمحهم تنوي وماسكين إدارات كبيرة بس أنهم ما شاء الله يعني يطورون أنفسهم بمايكرو كورسز والأشياء الصغيرة وهذه اللي أحتاجها أنا أشي أهمني أنا ترى درست برمجة قبل ما أتفضل الكلية كنت برمج في لغة يوم دخلت الكلية يعلمون لغة ثانية C++ لما درحت الدكتورات أعلم لغة ثانية مردعت سعودية درست درست الغرابة وأنا ترى ما تخرجت لغة كل ذا تغير ونحن من الزمنة بحث الدكتوراه حقه حضرت يعني بدأت الدكتوراه حقتي كان توهي انتي من بحثه كان كيفية تحفظ معلومات في سيدرومز لا في سيدرومز ما عاد أحد يستخدم سيدرومز أصلاحين سمع ما فيه بالله في مكان لو توري صغير سيدروم ما عرفه وهذا مسكين قبل عشر استوات ما قد دكتوراه حقتي USB مات تغير ترى التعليم الذي تدرسه اليوم لن يكون مفيد لك وأيضا المعندل الأعمار فيه كتاب بغض النظر عن الدقة العلمية فيه بس هو مبنى على دراسات وهو حياة المائة عام شكست فيه فيه دراسة قالت لك مواليد اللي بعد 92 خمسة في مئة منه بعمرون مئة وخمسة من العمر ترى ذولي إخوان نوع يال طبعا هو على تطور العلم والغذاء والصحة وغلاء آخر هل يحصل ما يحصل ما يدر لكنه في وجهة نظر حلوة وش وجهة نظر وش داخلها في التعليم سنة تقاعد ما عاد بس 60 تقاعد 60 تقد 45 سنة تقاعد ما يصرف عليك ماذا سنة أصلا حتى الآن ترجز من مؤسسة تأمينات الآن وزيادة الأعمار المبنية عند دراسات هذه وصار فيها تذكر النقاشات كيف تجدونها وكيف تقول أن المتقاعدين تقاعدهم بدري لازم نرفع لا مترا فيها لما تنظرها بمنظور السنوات لما يزيد معدل الأعمار المتوقع أنت محتاج الآن أنك تشتغل أطول طيب هناك مشكلة ثانية قاعد أن تتكلم مع أبو سيدي روم هذا مسكين عقب عشر سنوات لا يستطيع سيدي روم معناته الذي تتعلم في الجامعة اليوم بعد عشر سنوات خمس عشر سنة لا يستطيع لأنه لا تتغير ليس فقط في الحاسب حتى في الطب الطبيب الآن الطبيب الذي لا يعرف يستخدم أدوات أو الروبوتات التي تستخدم عمليات لا مسكين ضائع المحامين اللي ما يعرف سمارت كونتراكت اليوم حظا سعيدا يا أخي إذا في محامي سمعت سمارت كونتراكت أول مرة تسمع عنها راح ألحق نفسك ما يهمني تتخرج من هاربرد أو تتخرج من مين سمارت كونتراكت الآن كلها في البلوكتشين وفي الكريبت وطيب شو تسوي ومسكين تقعب وتتخرج توابست لشهادت أسبوع الماضي طيب شو تسوي إذا ما تعرف ما حد موظفك أصلا يعني بعد فترة توقع في الأقل في قطاع الأشياء التقنية الأفتاني التغير السريع فيه والتغير من ناحية ديناميكية السوق ومتطلباته ولا يوافق وسرعة في التغير في المقدم خدمات التانية المدارس المدرسين معلمين رغم أنه يرتبط التباط أساسي مع يعني مخرجات التعليم هي اللي في الأخير هي اللي مفترض أنها تأسس الناس إلى أنهم يعيشون حياتهم أنا ما أدري إذا أقدر أقول أنه توظفهم ممكن ممكن لا يعني هذا موضوع للنقاش بس بس إيه ذاليوم البرمجة كلما كم صارت لأنه يجب أن يتعلمون البرمجة في الابتدائي يجب أن يتعلمون أنا أنا ضد التعليم البرمجة حبيبي إيه ليش كهدف البرمجة مهارة ممكن بعد سنتين ترى بعد خمس سنوات الآن في ملصات كثيرة نو كوت صح بحثت برمجني يلا عفيك بس إنها طريقة تفكير أحسنت فأنا أعتقد التعليم المهم الآن القادم التعليم المبني عن المهارات وليس المبني عن المعارف وهذا يحتاج وتغير منظمة المعلمين وتغير طريقة التدريس المناهج التوقعات يقول لك أهم مهارة 2021 في سوق العمل ما أجهب مهارة محاسبة وكيف تحسب الحساب الرياضي لما ترجع من الثمانينات يقولك ملاهم مهاراتك كيف تسوي جد بالضرب بسرعة مخك ما أحد ينظر الشيء هذي مدير فيه آلات حاسبة ما أحد يحتاج أنك تكون حافظ القوانين عن ظهر القلب كانت هذه منظمة الشروط وظيفية أنا أذكر حتى في جامعة الإمام كانوا يقولون الناس أن أسمع القصيدة أفلانية في القانون ما أحد يحتاج هذه smart contract قصيدة خلال موجودة في المهارة مثلا الآن أهم مهارة موجودة وشيء غريب أهم مهارة مهارة لما تفشل تترجع مهارة مهارة مهمة مرة لماذا؟ لأن الشيء تتغير أصلا طبيعي تشتغل على شيء وتفشل فيه ولا يتغير مهارة المهارة الثانية مثلا التفاوث مهمة لأن الآن الشغل صار كله شغل إبداعي شغل معتمد على فرق عمل ما عاد شغل مكنيكي ما تجي أن تقول أنا ما عندي لأودي هذه حطة هنا وما تفاهم مع ناس لا لا كل شيء يظهون لك تفاهم مع ناس شيء تعمى بيت حتى لونك ماسك سوشال ميديا أكاونت حق ناس تسويق لا في ناس يحوجون لك لا تفاهم معهم بسه فالتفاوض المهارة الثالثة مثلا من المهارات المهمة يعني تفكير ناقد تفكير ناقد وكيف أنك أيضا تفكير مرضى ومدريش طيب هذي وين نلقى في ذي قال لي أنا لم يمناه شغلون أتمنى والله أنا أتمنى جزء من الأشياء اللي نحن نعلمها الطلاب أنا لا أكافئك أنك تجاوب صح حاليا أنا أكافئك أن تساعد غيرك أنا لما أقول لك جاوب على السؤال لا أخليك جاوبه بنفسك لا أجاوبه مع خمسة وتناقشه وفيها نقاش فيها أخذ العطاء فيها تفكير ناقد شون جبته صح فأتمنى أن نكون هذا جزء بس أنا عشان كذا أعتقد نحن ما زلنا في اليوم الأول أنا لا أعتقد أنه وجدنا الحل اللي أدعي أنه هذا الحل بغيرك للناس هل بنتقى يوم مرة ثانية أتمنى يعني أنه إن شاء الله نستمر بالرزينس حقاتنا ونكتشف أنه فيها شيئا مهمة أنا أعتقد أنه التحدي القادم لنا أنه كيف نخلي العملية التعليم متمحف وحوال الطالب وليس حوال معلم أي فتبعون ترفعون نسبة العشرين في المئة هذه ونعتقد أنا أعتقد أنه هذا سيكون أكبر تغيير ممكن يحصل للتعليم بمساعدة التقنية أنا ما رح أنا ما ألف مناهج ما عندي مؤلف مناهج أنا ما عندي ولا أكاديمي يترفع منصة موظف صفر وما أقول كلام هذا من واقع أني ما قدر سأجيب ناس ولا كده ولا قاسم من قدر أكاديمي أنا انشأت منصة وأحتاج أكاديمي يعبونها بالمحتوى حقهم يكونوا جيدين مع الطلاب حيث يحببون الطلاب بالهلم وأنا بالنسبة لي وصيد وأخلي الطلاب لاحقا يبدون يتشاركون المعرفة أنت بغت ذاكر بكرة عندك اختبار أدب في كلية مدري إيش في جامعة مدري إيش نون فيها خمس آلاف طالب يدرسون نفس المادة حق تكن أنا رح ساعة سبعة بالليل الترند الثاني الغريب حتى في يوتيوب شو في قنوات فيها ملايين ومشاهدات تجد يشوون الناس تحضر في أحد يمسي كنا ما دور الكاميرا هذا الكاميرا صح يعني حتى الوجه ما يطلع حق الشخص الكاميرا محطوطة على الكتاب حقه ويبث لايف يذاكر طبعا الكتاب ممكن يذاكر وطبخ الحضور مئة ألف مئة ألف لايف ويقعدون ساعتين ثلاث سروا ثلاث ساعات ليش طبعا ممكن تقول الجيد جديد هذا الشيء الوحيد المشترك يذكر ليش يحضر يشوف ذاكر معين تبدأ مثلا هذا أشهر واحدة مثلا اليابان اليابانية الذاكر والحضور محمد كل دول العالم لما تشوف الناس من روسيا من سعودية يتجلس الذاكر المادة وتصور وتصور المادة الناس لا يدعوش الذاكر أصلا يقولون نحن نتحفز نذكر لما تشي واحد ثاني ذاكر أرجال الحفزية ترى هذا trend كبير ترند كبير ليش ياخي مذاكرة مملة خاصة مذاكرة الحالة في غرف أخي أنا متعود الآن ألعب 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 الآن أشتري أشتري ألعب حتى لما لحد يروح للسوق تلقى من أن وحدا مع صاحباتهم شغرة في استعال واشرائكم ما حد يقدر يقرر رحالة حتى لما أشتري لعب أقرأ ريفيوز شكرا الناس عن القطحات صحيح تجيز التعليم لأسك باب غرفتك أعطني لابتوبك يا حبيبي أخذ اكتابك وقد أقرأ حالك عكس جميع ما هو متعود عليه الجيل الحالي ما هو جيل وجيل اكتر وحنا غير انتبه هذا جيل الجديد وهذا مستقوى التعليم تاج توجي أنا لا أنافس منصات التعليم ثانية أنا أنافس نتفلكس أنا أنافس الوقت المهم اللي ممكن يلعب كورة فيه أو يفتح فيسبوك وهذا مرة صعب والله عجيب يعني نتفلكس ويقول أنا أنافس النوم وانتم طبعا منافستي ما هو مثل نتفلكس يعني أنه منافسي لي بس أنا أنافس الوقت اللي طالب ممكن يصرف على نتفلكس ولا على يوتيوب بس يعني إلى الآن يعني إذا أنا عندي حاجة ماس لتعلق ما زر يعني ما أعتقد أني محفز حد الآن لكن لما تجد تعالوا شخيارات أنت مذاكر مذاكر حبيبي ما عندي قطب فهذا أحسن من هذا أحسن من هذا ولا لا كبديل أكيد بيكون أحسن هل بيخليك تقول آه يا أخي أنا توني أفهم الشيء هذا هذا ممكن شعور ما يجيك لما تذاكر حالك بيجيك لأن فيه واحد ثاني ندني للطلاب اللي من جيزان ما شاء الله من أميز الطلاب شيء غريب يوم المعية غريبة صراحة ما شاء الله يعني وحب الغير يساعدون الناس فيأخي تتعلم منها يا أخي أول شيء ثقة الناس تتزيد ثقة وهذا شيء مهم لأنه إذا قاعد تقول عن نفسك أنا ما أفهم لو نرجع لكلامة الأول وأكيد بفتح كتاب والله أنا ما أفهم سكي ويا ما أكثر ناس ثقة كتاب قال أنا ما أفهم وش هو أكمل كيف توقع كثير منه مرة المراحلة أنا لو أحل هذه الحالة بس لا أحبك الكتاب أحبك كتاب لا أكمل أحبك بمادة أزيد ثقتك من نفسك أربطك من ناس مثلك يذاكرون يعانون من نفس معاناتك يقولون من نفس معاناتك وشوفوا منه حلو مشاكلهم هم ترى هذا نموذك موجود حتى في حلول الإدمان حلول التغيير السلوكي وغيرها يعني أني أربطك من ناس مثلك آم فالشعور الاجتماعي هذا أنا أعتقد أنه إحنا ما زلنا في المرحلة الأولى منه في يوم الأول ما زلنا نقل نبر مئة يوم فيه كيف أحاوله أن نكون عادة هابت إني أفتح لإني أحب إني أذاكر مع الناس مثلي آم نخلص من مذاكرة ندخل على التطوير المستمر بالذات آم أبغى تعلم عن اللغة اليابانية أبلغى الطلاب السعوديني بغى دروسوا ياباني وين تلقاهم فيه الآن تحدى في تلقاهم يمكن تلقاهم في تلقرام وين تلقا الناس اللي شاركوونك نفس اهتمامك بس هل يلقاهم فينون في التعلم حاليا حاليا نحن ما زلنا متخصصين في التعليم المشكلة حاليا في المواد الدراسية بدأنا الآن في تعليم اللغات بشكل بسيط بدأنا في تخطيار تخصص جامعي التوجيه الأشياء هذه الآن ما زلنا برضو ننظر أشياء أخرى مثل البرمجة وشيئ كذا من قادمة لتعليم اللغات بالنسبة لنا ممكن ربطك بطالب أمريكي فأمريكي يعلمك لغة يا أخي وبالمقابل تعلم لغتك أنت بلاش بالنسبة لي هذا يعني باب كبير انك تتيح التعلم المجاني الناس كلهم بدون ما يكلفك شيء ايو يعني هو تحدي لأنه برضو شي اللي يحفز الأمريكي نجيس يعلم أو يحفز السعودي نجيس يعلم احسن يعني فيها شوي تحدي سلعا أنتوا لا تزالون في مصر والسعودية بس السعودية ومصر باكستان والهند والعركة احنا بدنا في سعودية كان 100% من الطلاب عندنا في السعودية في مناصة لما بدنا نتوسع الآن اليوم عندنا 12% فقط من الطلاب في مناصة والسعودية ليسا أنهم قلوا بس أنه زاد عندنا بس وين الأكثر حاليا عندنا تونى بعدين في الهند لأ 10 شهور كملنا مليون طالب لأن عندنا في الهند يدربسون عندنا وليش الهند والله الهند والأسواق يعني السعودية في 6 مليون طالب متهازين فرحانين فيهم الهند فيها 241 مليون طالب وفيها سوق استوعب أربع شركات تقنيات تعليم تجاوزت قيمتها المليار دولار في سوق واحد ففي سوق الأهباء حريسين مرة يصرفون عند طلاب الطلاب فيهم تحفز ذاتي ما شاء الله بشكل جيد وسوق ما بقاعد يحل المشكلة أن نطلع بذكره مع بعض أو التعلم الاجتماعي فعندنا زاوية جيدة فيه نقدر ما رحنا ننافس الأربع الكبار دوليلي اللي موجدين لأنه قدخلنا لذلك مركزين المعلم يعلم قاعد يسوون إحنا سوية 2018-2018 ما زالوا هناك فسوق الهندي سوق متعطش متثقف بما يخص تقنيات التعليم بالزمان لأن الشركات هذه ضخت فيها مئات من ملايين دولارات وسوت حملات علانية ثقفت السوق من قبل الكورونا فما زال سوق كبير سوق واعد صراح كبير يعني والآن الحمد لله يعني الآن هو حتى من الدخل يعني الآن هو ثالث سوق عندنا ككمية الدخل يعني وأرباح يعني ولو ما عندنا تولى بدين فيه وصراح حنا ما أخذينا تحدي تعرف يقول يا الله تعال بار برشنونا ورني شضافتك هذا اللي برشنونا بس كيف تتعملوا معهم وشو اللغات المتاحة عندهم ألا أعف اللغات يعني يعني شي مختلف تماما جدا أنا أنا مرصة أنا أفتحها معظم حظة ما عندهم شغلون شي مختلف عن أيام وقدرات وربعنا واذا من قصيب واذا بالجيس ما عندهم شغلون اللي بأردو ولي بهندي ولي بإنجليزي ولي ما دلو وشو اللغة أو إماراتي كيف تقدرون تختارون معلمين جيدين المعلمين جيدين طلاب يعلمونك عنهم لا شي لا فبناء على كم طلاب نحب ممالح حق الهند طبعا عندنا فرق في الدول عندنا في الهند وفاكستان هم يعرفون سوقهم ويقدرون يكلمون الناس ويتكلمون لغتهم يقيمونهم إلى آخر فكل دولة عندنا طيب إذا ذلك لا يزالون واحد الواحد اللي هو أنت و2017 وش اللي ما يخليكم رقم واحد والله حنا نتعونها بعدين جبنا مليون طالب هناك بثمانة شو أنتوا الأول في سعودية نحن الأول في سعودية في مصر الأول في مصر وفي باكستان في أرنك آه عشر نحن الآن حتى في متجر تطبيقات في باكستان على أقل أسبوع هذا عشان تسجيل الحلقة يعني نحن نتطبيق رقم ثلاثة رقم ثلاثة الأول تيك توك فيسبوك نون باكستان طبعا فيه اختبارات يعني عشان والله ما أنت حسب آرر يعني بس فالطلاب محتاجين شي حان في باكستان أرضهم الأسواق تعتقد أن أغلب السعودين عندهم تصو يعني أنه حاضر في ذهنهم نون نا 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 حتى لن خصوصا الآباء الأمهات نحن مركزين دائما من دعاياتنا وتسويقنا على الطلاب أتوقع نون مخرب عليكم الثاني اي والله نحن نون أصلي أو شي نحن المدينة 2013 بدل 2017 ومعندهم نون تكام طبعا يعني مثل عربية قناة عربية وغير يعني الأسماء ممكن تتشابه مع أنه ما أدري كيف ضائقت نون يعني شي غريب نحن نون علاقة حرف النون يعني ففي والقلم ما يسطرون ففي لغة عربية وهذا جزء ما كنا نفكرين نبغى نكون في كل جزء في العالم كنا نبغى نربط برضو هويتنا موبلندا نتبه نتبه فأرجع لك عمو الله خلي شوف كده قدعته وصلت برياض تدال تكلم تتعيك بثوق اليوم ما الشي يقول بالعكس جزء من الهوية حقاتها يعني من اسم من اختيار الاسم أنه اسم يمثل يعني اسم لها لها أصلة العربي وأيضا لها معناه بالإنجليزي يعني لنون يعني فأني فترة الظهيرة بعد المدرسة نحن مركزين طبعا يعني ما نفلسف عليك ما نبقوا أولا مفكري فيها بداية هذي تقدرون نتركونا بس المشكلة الآن لا تزال نتولير 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 طبعا حاليا 12% من المنصة في السعودية فهم يواجهون مشكلة النون الثانية والصفر ونون الأصلية وكيف أنه يكون تفرق يعني البراند أو كيف أنك توجد الوعي عنده أنه غير هذه صعب بس هو الآن 12% في المنصة حاليا فالمشكلة عندنا ما هي بعد 88% من الطلاق هي المشكلة الناس العلمية فما زلنا نحاول لها يعني أنا أعتقد هي تعايش الآن ما هي ما نحن بتنافس في المجال حاليا هذور التجارة الكترونية ونحن التعليم فبس أشكالية ما قلت فعلا هي مسئلة الإسلام كيف أنك تضبطه أي وهم مخصوصا هم تسلق أكثر أنا ما رح أستغرب لما يكون معظم المشاهدين الحلقة ما يعرفون عنهم خصوص الأب المه 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 نسر تعرف تعرف نسر أعرف أول مرة تعرف المه ماسر عندك أولاد لا نسر خلاص معنا فريق تسلق عندنا كويسين كاملوا يا شباب لا يزيع الطلاب بس اللي اللي عندهم عيالة في الغالب نحن فئة الطلاب يعني في مرحلة ثانوية كأبناء في الغالب عمارهم بالأربعين والخمسين يعني فالفئة اللي أنا وياك واللي توني ما يعرفون يعني مثل لو أقول لك منتج علاج ظهر ما تحتاجه وش تلك يعني ولا ما عندك أحد يحتاجه وصلا يعني ف لا يعني أفهم التحدي حقها بس برضو يعني بس كان هذا السؤال الآن ودي أعرف الآن صار لكم من 2013 إلى الآن كم ثماني سنين تقريبا تقريبا تذكر لحظة كنت فعلا بتقفل الشرك يعني خلاص لحظة واحدة آه ها قال الجد بتقفل مرة تواجد الحمد لله لأ أنتم ما شاء الله ناجحين أدعكم رائع تدخلون أسواق ما شو ليذير لحظات مرة تواجد إي لأي فترة قريبة أنا ماني متحفظ في أني أقول أي شيء غرض أي شيء عن مسأة أنه إحساس فش قلت لك ماما جاي هايط والذي يقول لك أنه أي أحد ناجح حتى لو تمسك أي أحد حتى كريم لحظة التي قول استحواذ أوبار كانوا يحسون أنه خلاص كريم تقفل كريم كريم استثمر معنا ومؤسس الثاني عظم السدارة مديري فنون أنا عرفهم زي يعني بس ما يتكلم بلش فهي ليست لحظة واحدة وليست أول مشروع إلى الفترة القريبة كل مرحلة لتحديات أنه حتى لما تدخل أسواق ثانية وأسواق جديدة عليك مرحلة جديدة عليك ممكن تقتلك إذا ما انتبهت صح مشاكل قانونية مشاكل تمويل آآ يعني لما دخلنا الهند ما كنا ندري عن أثر المشاكل السياسية بين الهند وباكستان فالأول سؤال لما تكتب النون في الهند هل تخيل تسألني كنت تدري عن هذا لا ولا ما دعني هذا وهذا خل النائب الرئيس حقنا الذي جاء يستقيل قال خاف الناس تهاجمني أني أشتغل شركة باكستانية ما أنت شركة باكستانية قال الناس ما يفهمهم فكل مرحلة لها تحدياتها هي مرحلة الأولى من التنفيذ فهلي مرحلة لحظة إحساس أنه خلاص بقفل تجي الأكيد أنه ما جاء مرحلة أقول أني تحسفت أني بديت تعليم أبدا هذه ما جاءتني ما جاءتني إحساس أنه هل أنا ضيعت وقتي في شي هذا لا لا 12 مليون طالب بالنسبة لي رصيد كبير في حياتي فخور فيه أني علمته فخور جدا قفلت بكرة معلومة وضحة تجي مرحلة ممكن تقفل بكرة فكان السؤال هو ممكن أسوي عشان أكمل لما تجي لحظة الفشرة أو لحظة كتابة تقفل خلاص يعني هل أن فيها رسالة أحساس أن فيها رسالة وفيها أثر يا أخي لما أدخل مدرسة أزورهم أنا ما أعرف ما أعرف الطلاب يأتي الطالب أنتم منون يأتي خمك حمك أعلم من أنتم ما أعرفك بس أنا أنتم ساعدتوني أنتم مدرسة أبدا أنتم ما تدري منها مشاعر هذه ما ديني لما كنت أوصل بيت صديق نيام ولا سوي كده شبع خلاص بلعكس يسبك تغالي مرحب غلط بحق التوصيل بس لأنه بالنهاية تذكر معيارين تتكلم عنها أنه شيء مستمر لأنه لما علمك خلي ثقتك نفسك أفضل برياضيات تتحسن تدخل جامعة كويسة تخرج أثرة مستمر ما رح تنسك خليك شخص واثق بنفسك أكثر ما عد تقول أنا ما أفهم إلى آخر فهذه كان دائما هو السلوى أو السلوان لما يكون عندك لحظات تحس خلاص الأمور دوبرت الأمور معت ماشية ومرت واجد ولا عندي يتحفظ وقل كلام أنا يخوف بعض المستثمرين كيفكم هذا أنت أصلا داخل شركة ناشية وانت استثمار جريء يعني لا تقول لذا يخذلك عمارة في ملاز مالك يعني ف لأنا مرة تواجد بس الفرق ما عاده بالسؤال هل أنه بدأت شي صح هل ضيات وقت لا 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 أنا أحس بشعور السعادة العالية وكل فريق أن نساعدنا كل الطلاب السؤال كيف لا نوقف كيف نكمل كيف نكمل فعقلية المحارب ما عادي بعقلية خايف أنه تشكك لك المحارب عادي تنطن عادي يجيك أصابة عادي يروح نصد ياسك عادي بس كامل والشعر ما طاح طاح ما طاح من الجبلي والله يمكن والله طيب بس الآن هل أنتم ومجل برضو تواجهوا مشكلة مع مجلس إدارة هم يبقون في الأسماعهم هم يمكن طبيعي في كل مكان طبعا نحن ما بدنا نشاركة غير ربحية ولا نريد أن نكسب لا نحن ما نكسب نحن شاركة ربحية من اليوم الأول مجلس إدارة ما قصر صراح نحن محظوظين يعني خدنا أفضل مستثمين في المنطقة صراحة أي والله وقاعدين نتعلم معهم وكي شي يمكن التحدي الجديد الآن اللي نحتاج اللي نبدأ نشتغل أنفسنا فيه أن ندخل نسواق مجلس إدارة كله سعوديين الهند أحتاج حتى تساعد هناك مو بلهم قصرين ما هم قصرين بالعكس الفعل السماعة وساعدهم بس الآن التحديات مختلفة صحيح فالآن نحتاج سخرج من العباءة أنك شركة السعودية بالكامل كإدارة أو كتوجيه وكذا لأنك كيف تساعد هذا ما يحتاج أنك تغييم مدس إدارة بقدر ما هو أوجد الكفاءات التي تساعدك سواء نواب رؤسة أو رؤسة أو أيها آخر فالتحدي كل مرحلة لتحدي مرحلة ماضية ممتن جدا كل المساعدات التي قدمت صراحة مدس إدارة مرحلة قادمة أعتقد التحديات مختلفة طبعنا أنا ودي أرجع لسؤال لأنه هو اللي كان ذهني بس ما لقيته فدفيت لك سؤال للمجلس إدارة أنت تقول سؤالك ملغم تلحق بالسيدارة لا لا بالله مدل بس في سؤال في بالي وضع فدفيت لك للمجلس إدارة تحت الطاول وإسم الله سندي الحين برجع للسؤال لأنك كنت تقول أنك كنت ما تخاف ما عندك مشكلة ولا تتحرج مع سؤال فدفيت أنك تقول أشياء يعني مي بجيدة يعني لحظات تردد خوف يعني أو أخبار سيئة وكان لك تغريدة برضو تقول نودي أشارك أخبار السيئة لأنها زي ما هي مفيدة الأخبار الجيدة في أخبار محضر صح وشاركت تغريدة جيف بيسوس بعد أنه شارك مجلس إدارة النقطة حقتي هنا إنك أنت ما شاركت أخبار سيئة أصلا أنت بس قلت أشارك أخبار سيئة أخبار أخبار قلت أخبار 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 بس وش يعني والله حطيتها جواني الناس مسل دار أخبار 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 ساعد أخبار 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 منحرصهم بالعكس منشجعين حتى قارونا معك لو وشه ما قصره والله يعني أنا مؤمن أنه أن كل مقام مقالي جيد أنا عندي في جوالي أوريك إياه عندي قائمة أنا كل يوم أحد الصباح أقوم أبدأ الأسبوع ساعتين أكتب فيه مشاعري حق الأسبوع لرح وشهة تعلمت عندي يمكن أكثر من أربعين أو خمسين ما لعم سميها مقالة بقدر ماهو نقاط عن كل أسبوع مرة علي مو بأسبوعين أكتبها بس أنا على المراحل السابقة وقاعد أجهزها لأنها أنت ما أود يستقطع برضه مشاعرك من النطاق حقها لما أكتب عن مشاعر استياء من ردة فعل أحد من سيدارة أو استياء من كيف الناس تتعامل مع خبر زي إيقاف شي معين مثل قراءة قبل سنة إحنا جاوزناه قد تربطه أو عنده مشكلة مع فلان هو أكيد قاعد يسوي شيء فلان فما هو ما هو من الحكمة صلاح أن تكتب في تويتر وتقرأ في وقت مختلف عن نطاقها ولا في مجال تشرح الموضوع هذا قد يكون جيد تكتبه مثلا في مقال في كتاب في بلوغ مقابلة تتكلم في لقاء عام تأخذ مثلا موضوع أني اضطريت أني الناس اللي بدأوا معي في مرحلة لما كانت نون تحتاج ناس يفعلون كل الأشياء بس ما يكون أني مهارات محددة ثم انتقلنا مرحلة لأنه تحتاج ناس مهارات محددة شويت مع الناس كيف كانت مشاعري صعبة واحدة منهم كانت أختي كيف كانت عامل يقول ترى المرحلة دي دي مختلفة وكان مشاعر صعبة ما أقدر أكتبها ثم مسكينة هي راحة مكان ثاني يستغلط ما هي سيئة هي ولا هي بالعكس بس هذه مرحلة الناس تستقطع النطاق هذا أو القصة هذه وتعطها في خاصة من تقراها في بوقات مختلفة فهل جاني من ردودة فعالة على التغريدة ذيك نعم وناس كانت متسائلة أوه أكيد عندكم مشاكل في النمو أوه أكيد أنتم لا لا يخبر ما عندنا مشاكل وليسي وحط لو عندنا مشاكل ترى مش اختخر وضع هذا ما في أحد عنده مشاكل في النمو تصدقني الناس كلهم يقولون لا الجميع عندهم بس متفاوتة ومتغيرة وتحصل في أوقات بس ما ومعقولة يعني ما كان بالنسبة لي منطق أن يكتبها بتغريدة بميور ميحو أكيد 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 بعض أشياء في لنك دين ترى ما دني عن كثير لنك دين ولا لا لنك دين مجال احترافي أكثر صحيح ما في مشاعر الناس تعرفك الشخص المؤسس للشركة ليس المهرد اللي تصرف بالرياضة وتتهاوش مع فلان وتكتب مع فلان تفسر في نطاق العمل ما تفسر عندك صراعات مع ناس ثانية في تويتر ألغام خطير إيه لا لأنك كثير في سياقة بالنسبة لي إنها كثير يقول ودي أشارك أشياء جيدة والله ودينا نسوي رابطة شو رأيك أفد أفد والله خسوه هاشتاك خلص أخبر شيء إيه هاشتاك me too مدري عندك ها يدخل رح عندك نغير نغير نفسه طبعا شو بسو بتاني فيما يخص الفشل طبعا إيه هل تقطع الشعب أنا شو بك يطلع عمان حلقة فيوتيوب غير جي مشكلة والله فكرة طيبة الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع رحوا جوجل وش السالفة الله يعطيك الحافظة الله يعافظك حبيبي والله والله سعت بلقياك حبيبي والله وكان ودي أني أخليك تتأخر عن رحلتك والله ندد استمتعت والله لا أعرف الساعة أدري كم صارت كوي بالعكس استمتعت والله أنت محاور تخلي الواحد يتكلم بريحية الله ياتي شكرا لك شكرا لكم شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي والشكر كذلك إلى فريق العمل سحر سليمان في الإعداد وتنسيق ياسر الغانم خلف الكاميرات وفي إدارة الإنتاج صالح بسلامة تحرير هذه الحلقة عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على فنجان هنادي الهدلي هذا فنجان أحد من انتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لانشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم